موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد وليلة جديدة من ليالي الدور العام ليلة مباراة الأهلي والإسماعيلي ليلة مباراة الأول والتاني وهم كانوا رقم واحد في الدور الممتاز 2017-2018 ورقم اتنين في الترتيب كان الإسماعيلي تستنى لفاتك طبعا من المفارقات الدوري أو من مفاجآت الدوري أن يقع فرقتين كبار بحجم الأهلي والإسماعيلي في قولة الموجهات وقولة المباريات والأسبوع الأول بالتحديد وخصوصا كمان لما يكون آخر موسم يشهد تقلق النادي الأهلي وحصوله على بطولة الدوري ويجي بالترتيب بعده على طول نادي الإسماعيلي عشان كده هي مباراة صعبة جدا جدا بالتأكيد مهمة جدا للفاتين وخصوصا في البدايات واللي بيرتعب شوية في البدايات بيرتعب كتير جدا في الختام استكمالا للأسبوع الأول الأسبوع لكله تعادلات باستثناء مباراة وحيدة هي مباراة الإنتاج الحربي مع حرص الحدود قدر فيها الإنتاج الحربي أنه يحقق الفوز الأول في الأسبوع الأول للدوري المصري 2018-2019 لكن خمس مباراة انتهت كلها بالتعادل مع عدة مباراة واحدة بس اللي هي الإنتاج الحربي وحرص الحدود يعني الاتحاد السكنداري مبارح في أولى اللقاءات تعادل مع المأولين واحد واحد بناهيني في ديئة تسعة وطاهر محمد طاهر في ديئة تمانية وستين المباراة الثانية كانت ما بين بيتروجيت والزمالك والتعادل السلبي هو اللي حسم اللقاء وإن كانت الأفضلية كانت لبيتروجيت المباراة الثالثة كانت النهاردة على أستاذ كلية الشرطة ما بين الداخلية ووادي دجلة والتعادل برضو هو اللي حسمها حسين رجب تقدم للداخلية في ديئة ستة وتلاتين وتعادل إبراهيم ضاي في ديئة تمانية وتلاتين وبعدها البدئية حصل على ضرب الجزاء لوادي دجلة وأحرص منها إبراهيم ضاي الهدف الأول والتعادل في نفس الوقت واللي اختتمت به اللقاء أو اختتمت به اختتمت به المباراة في المباراة الثانية قدر انتاج الحرب النهواي يحقق الفوز الأول في الدوري المصري موسم 2018-2019 على حرص الحدود عن طريق محمد رجب في ديئة عشرة وعن طريق وليام في ديئة تسعة وتمانين وكان مصطفى جمال أحرص هدف التعادل لحرص الحدود في ديئة ستة وستين برضو من الحاجات اللي تحسب لكابتن مختار مختار واحد من المداربين الممتازين جدا جدا واللي مش واخد حقهم في الدوري المصري واللي مش واخد رصيده الكافي اعتقد انه يستهل أكثر من كابتن مختار مختار غير محمد رجب اللي هو أحرص الهدف الأول بويليام اللي هو أحرص الهدف التاني ودي من الحاجات اللي تحسب بالكتير بالتأكيد للمدير الفني في المباراة الختمية النهاردة في ليلة مباراة الأهلي والإسماعيلي في أول المباراة الأهلي والأسبوع الأول لدوري 2018-2019 كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الأهلي بيختار مجموعة من اللعيبة شريف إكرامي ومحمد الشناوي وسعد السمير ووليد سليمان أيمن أشرف علي معلول مروان محسن وشام محمد وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد حمدي وكلبالي وأزارو ومحمد هاني وصلاح محسن وعمر السلية وأكرم توفيق وناصر ماهر ومؤمن زكريا في مجموعة طبعا مستبعدة للإصابات زي مثلا حسام عشور زي أحمد فتحي زي بعض الأسماء اللي مش هتبقى موجودة في تشكيلة أو الاستعداد أو معسكر النادي الأهلي باقة وصبر رحيل وميدو جابر وكريم ندفد وأحمد علاء وأحمد ياسر ريان وباسم علي ومحمود الجزار كل دول بجانب طبعا زي ما قلت محمد نجيب كمان وعلي لطفي وحسام عشور وأحمد فتحي اللي أنا قطم في البداية بالتوفيق يعني الانطلاقة بتبقى مهمة البدايات بتبقى مهمة جدا وخصوصا لما بيكون مع فرقة قوية بحجم قيمة نادي الإسماعيلي بتبقى رسائل من بدري بدري كده بتطلقها وبتقولها للفرق أو للخصوم أو للمنافسين فمهمة أول فوز بكرة إن شاء الرحمن والبدايات زي ما قلت بتبقى في منتهى لهمية ضربة البداية رب إن شاء الرحمن يكون النادي الأهلي موفق فيها بإذن الله وموسم 2016-2017 كانت برضو المواجهة الأولى مع نادي الإسماعيلي ويدر الأهلي إن هو يفوز زهابا وإيابا أو آسف زهابا واحد سفر وكان الإيابة لعب في السويس تعادل كان سل بسفر سفر ما بين الأهلي والإسماعيلي فبالتوفيق إن شاء الرحمن للأهلي بكرة بإذن الله ويكونوا بإذن الله يقدموا براكويسة وإن شاء الرحمن الفوز يكون حليف النادي الأهلي الأهلي بيوقع عقود الرعاية مع شركة سلة رسميا العميد محمد مرجان المدير التنفيذ للنادي الأهلي وقع النهاردة عقود رسميا مع شركة سلة لمدة أربع مواسم زي ما أنتم عارفين طبعا بخمسمية مليون جنيه وده رقم كويس جدا 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 حضر الجلسة المستشار محمود فاهمي مستشار مجلس الإدارة وحضر المستشار حلمي عبد الرازق مستشار قانوني للنادي والأستاذ محمد فتح المشرف العام على الشؤون القانونية وامير توفيق مدير التسويق ومن شركة سلة حضر الدكتور رمضان سيد مرسي مدير عام الشركة والأستاذ محمد إبراهيم رئيس قطاع المبيعات ومحمد أمين أو أستاذ محمد أمين رئيس قطاع الدجيتال وهشام إمام رئيس قطاع التشغيل طبعا العلاقة لما بين الأهلي وصلة والرعاية بالنسبة للنادي الأهلي شيء مهم جدا ودايما يعني دايما في أي رعاية أو أي سبونسور بتبقى لغة أنت بتكسب وأنا بكسب ده مهم جدا هي اللغة أو الفكر اللي سايد يعني فطرف بيمتاز أو بيحقاله نجاح والطرف الثاني برضو لازم ينجح بشكل كبير جدا عشان يبقى فيه استمرارية في العلاقة العميد محمد مرجال الموتين لتنفيذ للنادي الأهلي قال إن ده مجهود كبير جدا في الفترة الأخيرة بوزل عشان يبقى فيه توقيع للعقود دايات وده شيء مهم جدا بالنسبة للطرفين ونجاح للطرفين نجاح للأهلي ونجاح لصلة دكتور رمضان سيد مرسي المدير العام لشركة صلة قال أنه سعيد جدا بالتوقيع الرسمي النهاردة وإن ده يعني بنتطلع أن يبقى فيه نجاحات كبيرة جدا من خلال الشراقة مع النادي الأهلي وقال كمان أن دراسة العقود أو توقيع العقود جاء بعد دراسة دقيقة للحقوق الخاصة بكل طرف من الطرفين سواء كان النادي الأهلي أو صلة وقال أن نقدر تماما حجم وقيمة ومكانة النادي الأهلي وقيمة التسوئية في الوطن العربي كله ومش في مصر بس باقي النهاردة ما كانش موجود في التمرين كان عنده نازلة برد عشور طبعا هيغيب عن مبارات لإسماعيلي إذا ما أنتم عارفين عشان عنده كادمة قوية كانت في مرات الأخيرة في أفراقيا دي كانت الغيابات اللي أنا قلتها الأهلي بينهي إجراءات عقد سعد سمير وبيشيد بسلوك وسعد من الناس المحترمة جدا والناس الرجال قوي واللي بيتلاقيها دايما في كل المواقف وصاحب مبدأ كده كويس أو بيتتابعه يعني دايما بيبص لبكرة ما بيبصش لإمبارح وأنا بقول كده لكل الناس يعني الكرة متغيرة جدا جدا وعملة زي الدنيا ومن آرب تشبيهات كرة زي الدنيا لا بتستنى حد ولا بتوقف على حد وأكتر حاجة تقول يخسارة ده كان حاجة حد كويس وخلاص لكن الدنيا هتستمر يعني حسين السيد النهاردة كان موجود في نادي الأهلي هو معارب بالتأكيد زي من أنتم أعرفين لنادي الاتفاق السعودي وكان موجود النهاردة بيشوف التمرين هاني رمزي بيعقد دورة فنية لمدربي قطاع الناشئين هاني رمزي هو نائب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عمل قعدة فنية النهاردة لمدربين القطاع وده مهم جدا مع كابتن فتحي مبروك يعني بيتكلموا على الأمور الفنية طريقة اللعب بالأسلوب اللي ممكن يبقى متبع طريقة التواصل ما بين الناشئين والدرجة الأولى وأنا طبعا مبسوط أن موجود كابتن فتحي مبروك موجود كابتن هاني رمزي وموجود باقي الأسماء اللي موجودة في القطاع بالمدربين بالمساعدين بالناس الإداريين مهم جدا الكنز الحقيقي أو السلاح الحقيقي لنادي الأهلي أو لأي نادي شعبي هو قطاع الناشئين بتاعك يعني لازم يبقى فيه حصر دايما وفيه دايما أرقام آخر خمس سنين بتطلع مين مدربين كويسين لعيبة كويسة في آخر سبع سنين كم واحد طلع من قطاع الناشئين كم حارس مرمى طلع من قطاع الناشئين كم واحد باكراي طلع كم سرد باك طلع كم باكليفت طلع كم واحد من نص الملعب كم الناس اللي قدام لازم دايبقى دراسة ولازم دايبقى يعني ما يبقاش فيها حاجة فهلاوة الكرة ما يبقاش فيها فهلاوة خلاص الكرة بقت دراسة وصناعة وفكر وتحضير وتواجد فيش حد بيدير من مكتبه محدش يدير من مكتبه خلاص محدش يبقى موجود في المكتب والكلام ده انتهى في الكرة لازم انت اللي تروح وانت اللي تسعى وانت اللي تدور لان انت المستفاد فلازم تنزل في كل حتة تنزل المباراة وتنزل المحافظات وتنزل النجوع وتنزل القرى انت اللي بتدور يعني لان هي عاملة زي الكنز يعني عاملة زي الكنز لعيب الكرة النهاردة بقى عاملة زي الكنز لما تلاقي حد كويس جدا في المكان ولا حاجة يعني بالتأكيد انت حظة كويس لأن أنت بعد سنتين ثلاثة بعد أربعة يا إما هتبيعه بملايين يا هتشتريه بملايين فأنت شوف بتوفر إزاي لو أنت اشتريته من بدر شوية وممكن كمان تعمل رصيد إزاي ماليا لو أنت بيعته في المستقبل مش عايزة طول في الأجيري دي المدير الفني المكسيكي اللي هيبقى متولي القادة الفنية لمنتخب مصر أربع سنين قالوا أن الراتب شهر 120 ألف دولار وقالوا كمان أن في شرط جزائي 120 ألف دولار قالوا أن الراجل بقى له فترة خالي شغل مش موجود يعني على الساحة بشكل كبير في الفترة الأخيرة ما يهمنيش كل ده يعني وإن كانت مؤشرات طبعا بتديك أو بتوصلك لنتائج لكن أهم حاجة للأمور الفنية الإدارة الفنية القيادة الفنية هنشوف اللي ده على أرض الواقع يهمني بقى الراجل كان موجود ما كانش موجود في الفترة اللي فاتت المهم أنه هو يكون صاحب شخصية صاحب رؤية صاحب فكر صاحب وجهة نظر كل ده ومهم جدا جدا أن نحكم على الناس بعد ما نشوفها سي فيه حاجة حلوة وحاجة محترمة وحاجة جميلة وحاجة زي الفل لكن أنا دايما بقول أن المدير الفني طبعا هو مهم جدا يمكن الناس كتير جدا بتقولك أهم حاجة اللعيبة أهم حاجة اللعيبة ده جزء مهم يعني في المنظومة أو في العناصر لكن المدير الفني هو الراجل اللي بيحرك الناس هو اللي بيختار ممكن يبقى عندك 11 مهندس لكن ما فيش واحد بيشيل طوبة العمارة مش هتتبني أبدا يعني ده وضع مهم جدا في الفكر المدير الفني ده لازم يبقى سيطرته على اللعيبة تحكمه في مقاليد الأمور الكلمة الأولى والأخيرة عنده المفتاح عنده ويقفل الباب عنده هو اللي يقول صباح الخير وهو اللي يقول مساء الخير وهو كمان اللي يقول يعني خلاص كده شطبنا انتهى الأمر على كده محدش يدخل للباب أنا خلاص خدت قراري وهو اللي يجيب الناس ويعودهم ويععد معاهم ويقنعهم ويتكلم معاهم ويفتح حوار كل ده مهم قوي عشان كده انت لما بتختار مدير فني محترم ومدير فني قوي انت بترتاح بعد كده انت بترتاح بعد كده لأن المنظومة كلها هتمشي زي ما انت عايز بالزبط يعني يا فرحتي ان مدير فني كويس قوي وشخصته ضعيفة كارسة كارسة او مدير فني شخصته قوية واموره الفنية يعني ضعيفة جدا على فكرة دي تبقى مقبولة سنة خلي بالكو يعني يعني مقبولة سنة لو انت شخصية قوية جدا والامور الفنية مش تسعين في المية ولا تمانين في المية ممكن تبقى سبعين في المية على فكرة اتعدي اتعدي المهم السيطرة على النجوم على الاسماء على الكميات اللعيبة اللي موجودة عملوله شرط جزائي كمان ان هو لو ما صعدش امم افريقيا هيفسخوا عاده لان شهر رحمن يصعد بيذن الله وياخد مكافأة ما عندناش اي مشكلة في ده ده كانت اخبارنا سريعة شوية بعد الفصل اللي جاي هنتكلم مع كابتن شريف عبد المنعم هنتكلم مع كابتن احمد بلال على المباراة الخمسة اللي تلعبت لحد دلوقتي والفوز الوحيد اللي حققه والانتاج الحربي وبعدين هنستعرض بقى مباراة الاهلي والاسماعيلي وليلة مباراة قمة مباراة الاهلي والاسماعيلي مع كابتن شريف عبد المنعم وكابتن احمد بلال موسيقى للسود التحليل بيجمعك ما بين القديم والجديد والناس اللي انت مثلا بقى لك فترة طويلة ما شفتهمش والناس اللي عزيز جدا على قلبك وبتتكلم في حاجة انت بتحبها وحواية شاركتي فيها من خلال خبراتك ومن خلال مواقف كتير ومعسكرات وسفريات وحواديت وقصص عشان كده من احسن الحاجات يعني اللي الواحد بيعتز بيها جدا لما بيقابل شخصيات كان لها بينها وبينه حاجات كتير جدا مواقف اكيد كانت كلها كويسة بالتأكيد يسعيدني ويشرفني ان هذا يكون معايا واحد من النجوم يعني عصر مهم اوي 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 في تاريخ النادي الاهلي واحد من الناس الممتعة جدا جدا وانت بتتفرج عليها كابتن شريف عبنان مسأل فول كابتن مسأل فول نهارت المكانك يا كابتن حبيب يا كابتن سعيد ان انا معاك النهاردة وكابتن بلاي الحبيبي شربت الشاي لسه ولا ده لسه لا ينسون ده الشخصات التانية معايا النهاردة طبعا في الستوديو ومشرفني بالتأكيد واحد من الناس اللي هي يعني كانت مهمة اوي كلمة النهاية تبقى عندهم يعني اللقطة الاخيرة والمشهد الاخير اللي الناس كتير جدا بتسقف بعديه هو احمد بلال مسأل فول أبو حميد مسأل فول أكب تساين ببراك الله خليكو عايش جدا بنا خليك يا رب ومبسوط ان معاك النهاردة كابتن شريف طبعا الهداف القديم الكبير من احمد جوال لا احنا بالنسبة انه انا وكابتن شريف يعني الحب الحلوة يعني انا كان بيتال احلى كمان اه لأ كابتن شريف كان ممتع جدا اه طبعا طبعا كنت بحب اشوف كابتن شريف اوي سريع وقوي وهداف كنت احب اشوف كتير اومهارك كبير طبعا اه كنت احب اشوف كابتن شريف اوي احب اشوف كابتن محمد صلاح لا 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 احب اشوف الحمد صلاح حمد صلاح الزمالك حمد صلاح الزمالك حمد صلاح الزمالك لا حبيبي كابتن محمد صلاح حبيبي انا بحبه جدا طبعا اقول لك الحاجة سر كابتن محمد صلاح فانا اللي كنت بنزل وبعدين بيحصل فارق سرعات بقى بنحاول انا وهو نعمل جيم كده جميل جماهيري وشكلا يعني قبل ما نتكلم في الدوري واحداثه والفوز الوحيد اللي اتحقق وان الانتاج الحربي يعني خلينا اقولك من الحاجات من الحاجات اللي بتبقى ممتعة قوي قوي في الكرة لما تلاقي حد سريع بلال وحريف في نفس الوقت يعني الشخصيات دي في مصر مش كتير قوي يعني ممكن اشوف بيبه خلق بيبه طبعا الناس اللي كنت يحب جدا جدا برضو ألعب معها واشوفها لسه بقول لي بلالا ابن من خش بديله مثل بكرة لعبة فروز بيتفرق فيها ازاي قلت له عارب بقى شفت الفرق بينك زمان وانت وانت قاعد او بيني وبين اي حد او احنا لما بنحاول نقارن دلوقتي وبين التفكير والانكانيات والفرديات والتنفيذ بيبه شكل عامل ازاي يعني بقنعه بالمباراة كبيرة او ممكن احنا بصدد مباراة بكرة الاسماعيلي اجمل مباراة شفتها الاهلي اسماعيلي انا لعبته بدون اسماعيلي وجبت واربا ربا طبعا كنت فلستايد انا كبان وياخد الكفل وياخد بشمل واحد وده كالفعز وياخد بشمل واحد ويتراجب مجوان اسك المغروس ساعتها شوان لا 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 كان شغرته كان شغرته اجبت سايد انه يجيبه تغرر ساعتها ساعتها كالمغروس شوان كان شايف نفسه شوان بينها لا خالص بالعكس زمن زي الفل أهلي الإسماعيلي على طول وشريف عبد المنعم والسرعة والقوة والشمال والتحضير والاستلام بالدوران باللف بالشوت يعني كان جنبي كمان عظماء الكرة كمان طارب وزيد وربيع يسين كان مجد بقى لسه بداية والمطش ده مجد جاب أول جنف حياته أنا كانت مجد عبغاني كانت مجد عبغاني فاول وأنا اللي عملته له بره كده وكان فيه أحسن رحب يشوت في المطش طارب وزيد بيتحايل علي مش عال فيه اللي خلاني زرجند ما خليش طار يشوت الفاول وعشان يبقى رزق مجد عبغاني جيبه نين في المباراة دي كانوا تاريخيين يا رب تبقى فاتح خير إن شاء رحمن الأهلي والإسماعيلي وأولى مباراة الدوري المصري بالنسبة للنادي الأهلي 2018-2019 بصحبة اتنين من كبار جدا في النجوم النادي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم وكابتن أحمد بلال لكن نتكلم شوية مش كتير على مباراة الدوري الأسابيع الأسبوع الأول والخمس مباراة اللي يقيمت وفوز وحيد للإنتاج الحربي بشكل عام يمكن النهاردة نتلعب ثلاث مباراة نباراة تكلمنا مع كابتن حلم طولان وكابتن حمد صدقي وكابتن أسامة حسني النهاردة نتكلم على ثلاث مباراة كابتن شريف الدخلية مع وادي دجلة واحد واحد الإنتاج وحرص الحدود كابتن مختار مختار حق الفوز الوحيد في الدور حتى الآن في الأسبوع الأول اتنين واحد والنجوم المستقبل وطلع الجيش وإن كان لطلع الجيش ضرب الجزاء ما فيش أوضح من كده ولكن كابتن هقولك على حاجة خلينا نتكلم اهنا مع بعض دي ما ظلت المباراة الأولى في بداية الدوري فبيحدث فيها بنقبل أو نتقبل أي شيء من الناس لسه ما فيش راجع من إعدادات فيه مدربين حتى بتاع الراجل المدرب نادي الجوم المستقبل ممكن من أسبوع بقى اسم النجوم هو نهاردة المستقبل هو اسم النجوم يعني بقى النجوم النهاردة الراجل بيسترم المهمة بتاعته زرف اسبوع ونهاردة بيوررنا شكل مش دفاعي الحقيقة شكل هجومي بكيادة ناس بتلعب عندها خبرة شوية من وراء لغاية قدام كابتن مختار احنا عارفينه عارفين مختار مختار وعارفين أداوة وعارفين تدريباته تولي الاسم أجيبهولك على طول على طول الفنوس عندنا تحت دينا على طول كابتن مختار مختار مساء الفل سلام عليكم وعارفين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كابتن شرف شعيف والدى أحمد ديلاد الله وبركاته كابتن ربنا بيلاقيني يقول ايه انا مش عارف ان انت على الخط والله كابتن مختار انت منتعش النهاردة فوز وحيد يعني فانت الوحيد اللي حققت الفوز وكمان التغييرة ربنا صبح تعالى موفق فيها بشكل كبير جدا يعني محمد محمد رجب يجيب جول يخرج يجي ويليام هو اللي يجيب جول في اخر سانية فبحييك مش النهاردة بس يا كابتن مختار الحقيقة واحد من الناس اللي عاملة كرة حلوة ومن ايام حتى ما كان باسك بيتروجيت وماسك امبي هو لعبته الكرة الكتير في الملعب هو بيختارها فبتحس ان انت دايما والتحاد السكندري يأكيد يعني فبتحس ان انت بتتفرج على كرة ممتعة ما فيهاش قيود فيها التزام لكن ما فيهاش قيود تفضل يا كابتن الله صحيح لسان انا بحاول دايما نعوز العياد يعني عايزين نتمتع انت لازم بتمتع نفسك وانت بتلعب اكيد الامر ده مهم اوي يعني حتى شاعات انا بلعب دون تبتنسوا بارجع وده امر طبعا اكيد ان في فلاق ما تقدرش تفتح معاها بشكل جيد وفي الوقت نفسه بركز على ان احنا لما نقطع الكرة لازم لدينا شكل لازم نستطيع عندها ثقة في نفسية تقدر تجاية تشتغل بالكرة بشكل كويش وده انا دايما بكلم في الولاد والحمد لله وفي اوقات في الوقت نفسه بشكل كويس يعني الحمد لله طب كانت مختار يمكن البدايات بتبقى صعبة على فكرة حتى لو انت بتلعب فرقة زي حرص الحدود طبعا غايبة عن الدور الممتاز لكن ورجع بشكل انت ما تعرفوش مش باني على حاجة على اخر لقطة المشهد اللي فات او السنة اللي فاتت ما تعرفوش شكلها عامل ازاي الظروف الماضش كمان ما تخدمكش ممكن يعني انت الشوت الاول جبت جلد بدري وبعد كده في الديئة 66 بيجي درب الجزاء بيتعادل منها حرص الحدود عشان تبين اهمية ان المباريات ممكن تبقى مفاجأة بالنسبة لك مش بس الاسم هو اللي بتلعبه لا كمان مفاجأت واحداث المباراة والله شكي ستاين تعرفوش انا في المحاضرة النهالدة كنت بتكلم على صوت المباراة وخدت شوت كبير جدا كده بصوت الباراة لدولك ان انا قلت اللي عدت كده يا اولاد اللي عايز اكتب النهالدة حتى لو كتبت بربع جول بس اخد التاتابول يعني عشان اوصلوهم ان الماتش صعب جدا جدا بس مع الصعوبة ديت لا تنستغل على ان احنا ان شاء الله حتى زي ما كان زمان الدولة بتاع الجامعات يشتبوا طبع جول يشتبوا بالنهضة الكلام ده يعني انت عايز تاخد البداية بس تاخد التلات نقطة وبعد كده طبعا ده مهم جدا اه مهم جدا دي دافع وطيب بسكر كدتشريف عايز اقول لحدهاك حاجة جابتين انت كنت عامل ازاي اخر عشر دقائي انا كنت قاعد اتفرج عليك اخر عشر دقائي الكرة بصراحة هجمة هنا وهجمة هنا كانت من احلى عشر دقائي في المباراة كلها الحقيقة حالتك كنت عاملة ازاي بقى كنت تحسس انك هتكسب ويعني الكرة اللي راحت للرجل ويليام ده الحقيقة ترجمة بشكل غير عادي ويعتبر من اجمل اهداف الدول اللي احنا هنشوفه الراجل وانت شايف انه هو كان محتاج ناقص اعداد ولا ايه يعني ده العيب بشكل تي لا يا كبت لا لا اعبك كويسا وانا في الفترات اللي فالس حتى في الماتشات الاخرانية بتاعتي احمد بلال وهو بيقدوا اداء احمد ما شو الله بك وتفكر في احمد الولى رجب وهو بيقدوا اداء هايل جدا جدا عشان كده يمكن انا كنت الاول اقتدد بوينيام في الماتشات الاولانية وبعدين لقيت رجب كمان حالته بويس ويصن كمان على جبون فدي خليت ان انا يبقى لتين معايا كأنهم يعني واحد وليت الحمد لله دين فاستغلها اللي يا احمد بلال اشتغلنا به في الوقت اللي هو قابل فيه وسجل لنا جون وفي الوقت نفسه لما لقيت نفسي انزنات شوية والحطة الهجومية قلت شوية دفعت بوينيام وانا كان عندي ثقة فيه كبير لقدت ان هو يقدر يسحب للفرقة ويعمل لي نقلة بشكل كويس اوي وكان عندي امل ان انا يعني اجيب جون والحمد لله سبحانه وتعالى وفقنا قدرنا جيب الجون وزي ما انا بقول لك اننا حتى في المحظة كنت بكلم لانت اشرب الماشي دا حتى لو بنوب عجوم بس اطبع بتاتا بول تالف مبروك يا كابتن مبروك وده يبين برضو يعني مدير فني بيتابع كابتن شريف كابتن بلال يعني الصفقات اللي هو جابها النهارده هم صفقتين صفقتين هم اللي جابه محمد رجب وويليم نجل تشتغل اللي اتنين جودات اللي بوت練 كابتنت مختار عينة كواسة جدا على لعيبة كابتن سايد ويحب النحلة المهرية بشكل كبير اللي بتغييد البدايات من أفضل المداربين في مصر الفاتر الكفات دي كلها اللي بيبتدي كواسة يبتدي كواس جدا في الموسم بيحضر كواسة أوي بيلعبة بيعدها ليا قيم بشكل كواس جدا فده من أفضل يعني احنا يبقى من أول الدور بمشأة لدور أول راوند يعني يبقى أول السيزن بمشأة الأول بشكل كبير ويعمل الماتشات كويسة أول مع الأهل ومع الزمالك وعفر كتر جداً كورتو بتتميز بالهجومية مش عايزهم ما بحيبش دائفة علاق بيتعها بشكل كويس ولكن هؤلاء هجوم يمتع باللعب يقول لك حاجة هو أميز مافي نبير الخصم كويسة أول طبعاً مستهل مستهل كابت مختار كفية يا أولاد كفية أولاً لأها اسكانة بس هو مستهل خلي بقى لك فهو مستهل خط يا كابت المختار مرة كان عزيمنا مستهل خالص صور عمال يقول لك الجنباري البوري يا أولاد جامد جداً البوري جامد جداً البري جامد جداً بنيقول له قالك لو أنت لما تقول له البوري هيكل بوري أنا عايزة أكل الجنباري منسروها البوري وأراح للجنباري كابت المختار ألف مبروك وتحياتي ليك وبالتوفيق دائمان شكرا جزيلا لحضرت شكرا جزيلا فضلك ابشيفك نتكلم على مطشوط النهاردة كان التوفيق كله كانت المختار الحقيقة في نهاية مسيرة جدا انا بحي حرص الحدود على انه عامل اوبنجيم وبيلعب رايح جاي المطر مات سليمان برضو نفس الفكر نفس الفكر ونفس الشكل وكوة انت لما تبقى بتلعب خمس اربعة واحد بفرقة بتدر تعظمها وتمسك نص ملعب يبقى زيه زي مختار بيقرى الخصوة في الاخر كبال حرص الحدود تستحوز اكتر ده هدد مختار للدارة انا بسأله دولات اخر العرص ده هد حالك كان عامل ازاي لان انا قاعد بشوف ان الكوة الاكبر للانتاج الحربي الكوة اللي كانت موجودة في اول هفتايم والاستحواز انتاج الحربي الشخوص والافراد والامكانيات تديك الحياة لانتاج الحربي انها تتحول المباراة من واحد سفل وانت متقدرش تغطي وتخلي المنافس يخش معك في نفس المباراة في التسعين دقيقة خلال شديد انهو لما اخذوا الكورة اخذ الراجل معاه فدي برضو فيها كلام حنتكلم فيها حتى بنربة الجزاء بتاع فرد طلعة الجيلة انما جيم كان كويس اقرب لشكل البداية الدوري كويس انما بايت المتشاط انا بالنسبة لنا نقول مظلة المباراة الاولى تمام فاضل احب الاخر بلا الاحب الاحب الانهردة نسرت طبعا مباراة الاول الثلاثة التلاتة اللي تاعبوه لكن الوقت الاطول هايبقى المباراة الاهلي والاسمعين شوف أنا عايز أقول لك بداية الدورة وانت بتتكلم مع بداية الدورة العام يعني السماء الموجودة في بداية الدورة من كل الفرقة تقريبا نعم باستثنائي ممكن الانتاج الحربي ممكن حرص الحدود شوية المؤولين العرب يمكن برضو شوية ان اللعيبة مش جاهزة بدنيا يعني احنا اتفرجنا حتى مبارع عن الزمالك هو بيلاع برضو زمالك تبقية للفترة الزمالية الفترة الزمالية ما كانتش وحش ما كانتش قليلا ومع ذلك اللعيبة واضح ممكن يكون الماتشات كبتسادي انت عارف طبعا الماتشات بتبقى بتأثر في شكل كبير الماتشات الودية لاستعداد بتاعك عمل ازاي الوقت اللي اخدته عمل ازاي قال الحملة البدني بالنسبة لك عمل ازاي لكن مش يعني الشكل اللي انا اشوفنا مبارح والنهاردة كمان برضو في بعض المباريات لا مش شكل فرق استعدد بشكل كويس بدنيين نهاردة مبارح لما تكون مثلا الناتزة مالك بيلعب ومد ديها 65 او ديها 60 اللعيبة منهكة في الملعب مش قادرة تجري اللعيبة تعبانة مخزون اللياقة مش موجودة او الجاهزية مش عازي نقول اللياقة بدانية الجاهزية البدانية مش موجودة فده معنا ان الفرق لسه مستعددش بشكل كويس او مدخلتش الموسم باستعداد جاي مبارح دي اثر بشكل كبير على الفنيات زي مع الكابتن شريف كده هردو انت مش شايف اي فنيات او مش شايف فنيات جايدة مش شايف فنيات عالدوري بلعبوا في شكل هجومي بقوا فيه ظروف طبعا مفيش مدير فني مفيش استقرار فني مفيش مدير فني في اول مباراة ده صعب ده صعب ده صعب ده من اللي بيقول عليه بلال ده فيه عجاج جديدة موجودة حرص الحدود نفسي ده طالع جديد احنا بنتكلم على الرجاة بقى وطنطر دول البداية هل دول حيبوا حصالة الدوري زي الفرقة التانية لما كانت بتتأخر او احنا بنقول على مختار انه بيسرح بفرقته وبيهدر يلملم يلملم ويلملم نفسه في المنطقة السيف على اي وضع ممكن يخش وعاية السادس وعاية مستقر عايز اقول لكابت المرضو ان الفرق في البداية لما بتبتدي كويس قوي ما يبقاش عندها مشكلة الراوند التانية يعني السنفات لو بتكرى سيد المقاونين العرب كانت البداية جيدة جدا اول عشر مباراة مخصرش ولا مباراة تعادل الماتشين كسب اللي كسب السابع مباراة الدور التاني كان الاداء قال بشكل كبير ولكن البداية الجيدة خليته يستقرر في الدور بقاش عنده مشكلة بقاش عنده اهتزاز بقاش عنده علاة بقاش خلينا كويس او براتوش الناس تبقى معانا وامتبع يعني هو اللي بيحصل اللي بيحصل ان الدوري مشوار طويل على فكرة يعني ممكن تبقى انت فرقة كويسة لكن مقاومة البطولة بتاعتك بلال مش فرقة كويسة بس يعني الناس بي عندها الفكر ده برضو مش مسألة عندك عشر لعيب واحداش لعيب كويسين فهتقدر تاخد دوري ده صعب لازم يبقى عندك عشرين لعيب خمسة وعشرين لعيب قريبين جدا في المستوى لازم يبقى عندك استقرار اداري استقرار مالي اعلام اعلام جمهور جمهور كل دي محاومات بطولها احتسابا كل شي حتى الاصابات اللي بتيجي على كل الفرق وكما من ده انت حتى سكندرية السنة اللي فاتت بتده ده وحش حول بينا بتكلم الحجر عمد سلحي تقول انت لو مش هتلحق نفسك وتجيب لعيبة وجاب كابوريا وجاب كام لعيب كمان سي سي عمد صفحات كتير جدا ويرجع رمزي خالد تقريبا وبردو في صفحة وكابتن عمر رجع مسك الفرق وبنهيني جابه وكابتن عمر رجع مسك الفرق وليحق نفسه الفرق اللي هي كمان بلادي اللي هي شعبيات اسكندرية بالتحاد اسكندرية ما ينفعش الدول عزيز على قلبي جدا قطعبية المنصورة يعني الفرق دي زي ما هل كانت مزايد دلوقتي محتاجة اعداد اداري معداد مادي لعيبة هاي اللي بتصنع الوجود جوه الممتاز يعني انك انت خليك انت زي ما تقول عندي كمبوتشن السندي مش سهلة عندي فرق بتشتري عندي فلوس عندي ناس مطالبة بالحفاظ على البطولة عندي فرقة زي الاسماعيدي دي بكرة بتلعب بكرة كرة احنا حفزينه كرة اه بتشعفين ايه الوجود جديدة ايه الشكلية اللي حانت ببداية بداية نفسها بداية نفسها حتنا وبس انا عايز اقول الكلمة برضو خسيت بمناسبة ان انت اتكلمت ان فيه فرق ينفع تلعب على البطولة وفرق ما ينفعش تلعب على البطولة يمكن احنا فيه مثال دور انجليزي اكبر مثال طبعا في كرة القدم موجود في اللوقات الحالي منشستر سيتي خد البطولة عشان برضو عنده جمهور يعني فرق برضو عنده جمهور كبير يعني مش معنى ان انت عندك لعيبك وقسها ده ما زي ما انت بتقول ده معنى ان انت اخذت هتلعب على البطولة نفسينا في سابقة ليستر سيتي دي بقى اه برضو عنده جمهور فرق عنده جمهور اه عنده بس برضو دي ده طب سؤال بعيد كده ايه رأيك في تقنية الفيديو البر اه بتاعت كس العلم اه مش في كس العلم بس المفروض افسادت علي افسادت افسادت علي ايه رأيك يا بلال النهاردة بعد البنالت اللي ما تحسبش لازم يبقى فيه بار في مصر انا مش شايف فيه متعة في كرة القدم وحقة من الحقوق بيوسلم انا مش شايف ده متعة البر والتقنية والله العظم ما بهزر تقنية الفيديو انت عارف لو عاد لنا تقنية فيديو الاهلي كان بقى وصل لـ 58 بطولة لا ده الكفر كان زمان نقام من الطول انت بتقولي البر ومعتنا الحكام لا ثلاثة وماتش طلع الجيش اول ماتش طيب اخد بس احمد بي مهدي يعني مدير الكرة في طلع الجيش بسهل الفل يا فندم بسهل كابتن فايد وانا بمس على حضرتك وكل من المجدين مع عضرتك معايا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن انا احمد بلال تعادل في أولى المباريات بين التي مفيش اوضح من كده اسمع وجهة نظر سيدك فندم والله احنا اولا انت عارف ان بداية الدور دايما بتبقى يعني لسه الفرق ما بتبقاش منتظمة اوي وتبقى الانتجام والتكايب بتاع العيبة اللي انت جايبها ببقى لسه ما بقاش منزلة اتمحلك فيها انت تؤجل الصورة ان احنا كنا مفروض مطاقعينها اولا احنا كنا بنطلبها انما بنحمد ربنا برضو الحمد لله ان احنا يعني مش عاوز اقولك الحمد لله احنا ما خسارناهش مثل يعني على كده اللي بيحصل دوت واني ما جاش بقى فيها دول ولا جات فيها كورة حسبت على اي نظر بالجزاء ولا اي حاجة انا طبعا عمري ما بتكلم عن التحكيم ولا اي حاجة ولكن ما عرفش هل انتو حضراتكم شبتم المباراة انا طلب بوضي اتنظر حضراتكم انتو في الكورة اللي جات ديت انما انا مش هعلق عليها خلط نهاية ولا هعلق على التحكيم طيب هم متعودين دائما دارب الجزاء دارب الجزاء والدنيا اشادت كلها حتى كابتن وجيه طلع وقال لا اصل اللعيب لمسوا الكورة عادت انا وكابتن احمد بلال قلنا له لا لمسوا الكورة ما لمسوا الكورة دي دارب الجزاء صحيح عمتين المية واضحة جدا ما انها دارب الجزاء لانا سمعت ان مصر كلها مصر كلها يعني داردان لانا سمعت لما انا برضو باحترم التحكيم وباوضره ودي وجد نظر وما ادرش اتكلم فيها والحمد لله يعني محمد صباح طبعا من الحكام الكويسين جدا واللي انا بشد لهم دايما بالكفاءة يعني مش موفق النهارده في عدم احتساب دارب الجزاء لكن في النهاية يعني اكيد البدايات كابتن احمد مهدي العقيد احمد مهدي مدير الكرف طلاعي الجيش بالتأكيد كابتن محمد حلمي وحضرتها وكل لعيبة نادي طلاعي الجيش كانت تأمل انها تحقق فوز وخصوصا كمان مع المستقبل او اسف النجوم فرقة النجوم اللي هي حديث العهد بالدور الممتاز انت عارف الفرقة الازدية علىك برضو بطبع بتعمل انت كرة واحدة بس بتفك تواصل الموضوع وبتخلي تماتش بكويت عندك حق عندك حق الحمد لله برضو وربنا هي الصعف اللي جاي ان شاء الله وبتبدأ اللي الفرقة تبقى في صورة اللي هي يعني مطلوبة واللي هي احنا بنأملها ان شاء الله ما تشكل اللي جاي مع مين يا كترح ام بي ان شاء الله امتى بقى ان شاء الله يوم تمانية ان شاء الله يوم تمانية بتتوفيق بتتوفيق لحضرتك شكرا جزيلا لك كابتن شريف الفقرة دي خلاص وهنخش ونستعد للمباراة الاهلي والإسماعيلي لو حابين حد فيكو يقول اي حاجة في الخمس مباريات قبل من ان نطلع فاصل او تقرير ده لا لا احنا اتفرجنا على شكل زي ما احنا هنا نفوش اعداد سليم لبداية الدور يعني على كل الفرق انا راجل ديمقراطي جدا هل انتو من المقيدين هل انتو من المقيدين هل انتو من المقيدين نطلع لتقرير ونكلم على المباراة او ليلة مباراة الاهلي والإسماعيلي مباراة القمة ما بين الاول والتاني في موسم 2017 2018 بتجمعهم القرعة في اولى مباراة الاسبوع الاول من دوري 2018 2019 الإسماعيلي والقرة الحلوة الجميلة والاهلي البطل في كل العصور بيواجه الإسماعيلي في مباراة في منتهى الندية ومنتهى القوة مباراة قمة بكل المقاييس مباراة قمة كبيرة جدا ما بين الأهلي والإسماعيلي الأهلي البطل بواجه الوصيف في النسخة الأخيرة في دوري 2017-2018 يعني هنتكلم مع كابتن شريف عبد منعيم كابتن أحمد بلال في حاجات كتير جدا لكن ندي لك بعض الأرقام كبتن شريف عن مواجهات الفرئتين 113 مباراة جمعت ما بين الفرئتين 59 فوز للأهلي 22 فوز لإسماعيلي يعني أنت بتكلم في فارق 33 مباراة التعادل جمع ما بين الفرئتين 32 مباراة 21 مباراة كانت التعادل فيها إيجابي وكان 11 مباراة سلبي الأهداف 166 للأهلي و92 هدف للإسماعيلي يعني الفارق 74 هدف الهدفين هنا وهنا كابتن صالح سليم 9 أهداف أحمد مكاوي 9 أهداف عبد الرحمن عوض 4 أهداف وعماد سليمان اللي هو المدير الفني اللي حرص الحدود 4 أهداف كابتن صالح سليم 9 أهداف 8 مرة في ماتش واحد بس سبعة 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 لا سبعة في ماتش واحد بجد؟ أه سبعة 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 الإعداد إعداد إعداد حد سمعنا؟ سبعة يعني مش جمع من عندنا غبالك مش حافظينها يعني بز هم اللي بدنها لنا هم اللي بدنها لكم؟ طيب ماشي فأكلم على الأمور النفسية يعني لما بتأجيه فرقة أنت البطل الموسم اللي فات وهو الوصيف التحضير لها كابتن شريف قبل ما تكلم في الأمور الفنية هبوسي أجل لك أنا حاجة ما هو أنت كنت لسه خارج من إدارة الفريق وعارف وملم عني بكل أنت لما بيجي لك ماتش إسماعيل ده والإعدادات بتاعته وزاي بتقرأه وزاي بتعرف العوامل جالديرون ده اللي هو كان جالديرون ده اللي هو كان بيشوت بيبعنده صبق عندنا ويحطننا في العرضة ويخلي الفرقة تتشد بتاعتنا وتتعام الحاجات النفسية اللي أنت بتكلمها أنك أنت عارف أنه هتلاقي فرقة جمدة جدا وفرقة كويسة وبتعرف ترعب كرة أوجه التدوير اللي حصل فيها والشكل والكالشر اللي هو حيبان والأنياب الحكاش يعني حيكاشر عنه أنه هو يجي يلعب ماء قدام وعايز يكسبني دائما الدنيا كلها بتو باعي تكسب النادر الآن وخاصة بقى عنده الحكاية سهلة ده في البدايات يعني ممكن يسرقني يسرقني في إيه بقى أنا رجل مصاب أغير كان عندي ضغوط نفسي الفترة فاتت كويه جدا عندي لملمة أوراقي وعندي لملمة لعبتي وعندي تغيير وتدوير في الشكل بتاع الملعب تحفيز لعيبة جدا دلنهاردة ودخوله وجوه جديدة وهو فالعملية كلها يمكن تكون ارتياحية بالنسبة للإسماعيل شوية وحيتقبل منك أنت بتيجي تلعب البطل دايما لو جرحت البطل بتوب أنت البطل ما قدرتش تكسب البطل أنت بتلعب البطل مهما حصلت الحكاية وأنت دايماً آخر ماتش المر الفات أنت كذبان واحد سفر يعني هو دايماً بيأسبك في شكل مجرأة دايماً بيهددك وبيروح عليك فأنا بتوسم بإذن الله للنادي الآلي يعدي بكرة أنا كأهلاوي بقى يعدي بكرة شكل الإصابات اللي حصل فيه شكل الضغوط النفسية اللي حصلت في أفريقيا وماتشين نكسبناه وخلونا بموضع سمع نوقاتك مرتفعة مش عايزي تخلل في الحكاية دي كلها برضو التلاحهم إحنا نادي الأهلي ما بنستراحش التلاحهم اللي بيحطر بين المواسم والإعدادات والحاجات وميدو جابر والدو وكامل بيحصل لنا إحنا شوية حاجات كده يوسعاد بتدينا دفعة كوية جدا أنا بشوف أن برضو مظلت المبرارة الأولى في الدولة العام غير أفريقيا إحنا باللعب في البطولة الأفريقيا برضو مستوى مش قوي جدا اللي هي في التصفيات دي إنما إحنا عندنا نادي إسماعيلي الوصيف زي ما أنتو قلته ويقدر يهدد ويقدر يأسمك في المباراة فهي دي تبقى المشكلة على اللعبين نفسهم بقى اللي هم هيترجموا أي كلام انتو بتقولوه في المحاضرة أو إيدي كل اللي عندك فهي هيتبقى يعني مشكلة لعب النادي الأهلي في المباراة كوية لنحنا بنلاقي المعدن بتاعهم بنلاقي الاهتمام بتاعهم بتركيز بتاعهم فهي عملية التركيز على النادي الأهلي بكرة كابتن بلل يمكن المواجهات الصعبة أو المواجهات الأسماء التاريخية اللي ما بين تجمع مبين فرقتين كبار إحساسك كرعيب كرة الأول وإحساسك كمسؤول أو متابع أو محلل في الفترة الحالية أني تفضل أو أيهما تفضل المواجهة الأولى كده تجمع ما بين فرقة قوية أوي ولا كنت تتمنى أن المواجهات تتأخر شوي أو المواجهة تتأخر شوي أنا أحب أنا كنت أتمنى يعني طبعا المواجهة تتأخر شوي أنت برضو ما تعرفش اسم ما هي فريق قوي طبعا اسم كبير بالأرقام وبالأهداف تمام بالأهداف اللي أنت عايز تحققها طبعا النادي الأهلي هو مضغوطة أكتر بكتير جدا خلاص أنت دائما الدغوطات بتيجي من الهداف اللي أنت عايز تحققها النادي الأهلي الهدف بالنسبة له هو بطولة الدور العام كل نقطة بتخسارها دي بالنسبة له بيتمسل الضغوطات فالنادي الأهلي داخل مباراة بكرة مع فريق كبير عايز يكسب وضع طبيعي جدا لو النادي الأهلي تعادل مشكلة بالنسبة له ولو الإسماعيلي تعادل ليه مشكلة ليه ده لا ما أصدش في أمر عام أنا أتكلم في الأموم يعني أتكلم على أهدافك أنت كنادي كنادي يعني أنت النهاردة داخل بطولة الدور العام وده الوصيب بالنسبة لك فأنت خلاص عايز تكسب ده وضع طبيعي بالنسبة للنادي الهلي أنه أي مباراة أعز يكسبها أعز المباراة أعز يدخلها لازم أعيز يكسب وده الفكر الأولاني فكرتك بأمور كله بأموره بتاع النادي وبتاع الإدارة وبتاع النادي وبتاع كل حاجة خلاص أنت مطالب أنت كنادي أنت لازم تكسب خلاص مطالبت أصبحت مطالب أو أنت طول عمرك مطالب أنoon لازم تكسب مباراة صعبة خلاص حصل تجديد في نعيب ب extrem نجل العيبة فأنت كمان مش عارف اللعيبة اللي هتكون موجودة دي اميكانيات عاملة ازاي هل الفريق الإسماعيلي يعني عامل فترة جيدة هل الإسماعيلي مستعد بشكل كويس فأناك النهاردة كلاعب او كراجل مسؤول لا أحب ان المباراة تتأخر أعرف شكل الإسماعيلي بشكل كويس أعرف طريق لعبه أعرف اللعيب أعرف المدير الفن بيفكر ازاي أحط إيدي على نقاط الضعف ونقاط القوة بالنسبة لنادي الإسماعيلي لأن ده في الأول وفي الآخر ده فريق كبير طبعا فريق بالنسبة لك أنت فريق كبير فريق كبير في الدور العام أنت ما بتلعبش فريق صغير أنت داخل وخلاص أنت النادي لأهلية وعندك وصيف بالنسبة لك السنة للفاتة طبعا كان في وقت من الأوات لما كان النادي لأهلية مؤجل ومباراة كتير كان الإسماعيلي هو أول الدور العامل خلينا أقول لها بلال وكابت الشريف برضو كابت بلال شاركون في داخل الحوار مفتوح يعني إنت لما بتضرب فرقة كبيرة رايح جاي تمام؟ إنت بتحط رجل كبيرة جداً في المقدمة والحسار على الدوري خلي بالن يعني أنت الطبيعي أن أنت الفرقة الصغيرة مثلاً وأو مع احترام طبعاً كل الفرقة كبيرة السنة للفاتة إنت لما كسبت الإسماعيلي كده إنت حطيت الإسماعيلي وإنت طلقت خلاص يعني إنت نادي لأها لما كسب الإسماعيلي السنة للفاتة وما كانتش الفروق كبيرة طب لا أنا أريد أن أίζ56 أقول لك نحن نشوف الإسماعيلي، نحن مكشوفين الإسماعيلي بزبط الإسماعيلي بتفرج عليّ إسماعيلي بتفرج عليّ كالدرون مش موجود، إبراهيم حسن مش موجود، أعواد مش موجود بهاء مجدي مش موجود، ممكن يبقى فيها عناصر تانية طبعا، ممكن يبقى الفرقة شكلها أحسن خلي بالك يعني، ممكن تلاقي فرقة شكلها أحسن لإعداد البدني برضو ما تعرفوش، هل هم مستعدين بدنياً بشكل كويس؟ معمودي فاني خلي بالك كويس، معمودي فاني كويس جداً هو بتفرج عليّ بقى له كام مطشي دلوقتي إحنا، ثلاث مطشيات، هو بتشوفني بتفرج عليّ وعارف أنا بلعب، وعارف إصابتي جات فين، وعارف كلها، أنا ما عافش عنه هي حاجة هي دي الحتة بس الأسبقيه اللي هو أخذ عليّ إننا ما إحنا الأهلي ما إنت عارف أهلي في أي حتة، أهلي بمحاضر، الأهلي عندنا توكوس ومبادئ وكيانات مدرّسة للعيبة نفسها حتى بالتشيرت الأحمر، لا إنت ده غير، عالف التدوير حتى لما بتدور المطشي وأنت بتلعب وبيحصل لك أي مشكلة داخل الملعب، إنت بتدور بالبديل الكفر اللي هو بيسعد بينزلي غاية، زي ما إسلام محارب غير في المطشي اللي نزله، زي ما أي حد بيبقى يعب براه عارف إن الأربعين دي بتاعته دي مسمرة، وبيبقاها بيتفرق بيتفرق جيد، ويتبقى أنت كنت إنت وحسان بدري بتعدوا اللعيبة نفسيا للنقطة دي محمد يوسف وكاريرون الراجل اللي موجود كان موجود في مصر قبل كده وعارف طبيعة اللعيب المصر وعارف طبيعة الشكل وعبشي وزار الراجل عنده لغة برضو لغة لطيفة، يعني إزاي بيطمن اللعيبة من ناحيته، إزاي برضو بيلم الفرقة، إزاي بيقدر يخلي اللعيبة تركز في كل مباراة وإحنا نجي لها طول عمرنا كل المباراة بالنسبة لنا دورة عام أفريقيا هي حاجة، هي كؤوس صح مباراة كلها صعبة، إحنا مباراة كلها كبساد وإنت عارف، لما بتطلع متعادل بسبب حاكم بسبب حاجة، أنت كنت تشوف الإنترونيوش مش مصدق الوضع، بتبقى لنا صعبة، وإنت مش مصدق الوضع، كمانا كبسا زي ما قال سيد كده، أن أنت لما بتكسب فرقة زي ما اسمعك دي، خلاص أنت بتدي رسالة لكل الفرقة بعد كده، كل الفرقة بتخاف منك، يعني مباراة أنت نهاردة، يعني محترام لكل المنافسين، نهاردة مثلا لما زمالك بيلعب مباراة وبيقدر بالشكل ده أي فرقة تانية، والزمالك برضو عطابر باطل من الأبصال، ما شوفناش جديد، تتفرج عليه، خلاص بيتمع فيك، خلاص ببقى خلاص، عاري أن أنت مش جاهز بدنيا ممكن يلعب بشكل كويس، عارف خلاص أن أنت عندك نقاط ضعف، وده اللي حصل الشوط التاني مع بتروجيت، أول حداشرة دي، أول حداشرة دي، أول حداشرة دي، أول حداشرة دي، كان لوقت، كان خيب، كان خيب، بعد كده، بعد كده الأمور تغير، عشان كده، أنت الرسالة اللي بتديها للناس بمكسب مباراة وأداء مباراة جيدة، وده من الإسماعي وفريق بطل، فأنت بتقول باتخوف كل الناس نعم؟、 حنا دائما الفرقة الكبيرة، يعني المدربين في بداية المباراة، لازم تضغط على الفرقة الصغيرة من بداية عشان تخوف الفرقة، عشان نفسه كمان comparesي يسأط منك؟ هم هم اللي هو إذا مالك مش بنفس الشكل إذا مالك بنفس الشكل السنة اللي فاتت مفيش أنياب مش شايفين حاجة الأهل كسب بإسماعيلي 3-0-1 لا 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 دا الأهل برضو هو هو الأهل دي بتنزل الدنيا كلها بتخليك أنت حتى تقدر ترجع الأكسجين بتاعك سهل واللي استشفى بتاعتك بتات أي لعيب بتبقى ده نخد التلات نقاط كله عايزوا واكب النجاح بقى وكل عايزوا واكب النجاح بقى وكل عايزوا واكب استقرار وإستقرار طيب خليل أقول لك يعني عواد خرج دخل عصام الحضري خبرات كبيرة جدا طبعا يعني كان درون خرج جايبين واحد اسم كروستوفر من يعني الكاميروني بيقوله العيب كويس أوي احنا مش فيناوش لسه بس بيقوله العيب كويس أوي ناك بس أسد عدس أسد هو إحنا ليه إحنا مش محظوظين دايما إحنا في الأفاركة ليه بالعبس إحنا مالا أجايه كويس أجايه هاي أزاروه 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 وإحنا مش محظوظين وبص لاقي واحد زي النهار دا الراجل اللي جاب الجول بتاع إنتاج الحربي ده إحنا عندنا الشكل التشيرت تقيل على اللعبة دي لما تقيله طبعا مش كده؟ لا طبعا عادينا نشرع الحتة دي لنازع شكل لا أنا عايز أقولك رأي الشخص يعني المهاجم الأفريكي حتى لما جالنا واحد وتوفقنا فيه كله بالي ده وما عرفناش نكمل مع المسيرة وبقى بيخش بيجيب الجوال وما عرفناش نكمل معه المسيرة وبقى بيخش بيجيب الجوال وما عرفناش وأجايه طبعا ده نحن حزن كامع الأفريكي اللي هو هتا عايز أقولك أن من حظ نحن كلم على العيب لله من حظ البشرة السمراء من حظ الأهلي السيئ جدا أن أجايه مش موجود طبعا أجايه حتة لعيب كرة حكاية مش طبيعي لعيب كرة عالي جدا لعما بيوصل لفرما معينة لعيب كرة عالي جدا بيلم كرة وبيلم حوليه تلاتة وبيعمل الحتة اللي بيعمل عبدالله السعيد بيوصل أذاره لجوم لو أعرف اللي هو بيسازنك لو صبحت هرقصك فضل لا أقولك لا هرقصك طيب خلينا أقولك يعني أعصاب الحضر مكان عواد عندك كروستوفر كاميروني مكان كالديرون لعيب كويس السعد الجزيري مرضو كان جاي من اتحاد كارو تونسي وعندهم طبعا يمكن خرج بهاء مجدي وبرهيم حسن لكن محمد الشامي طبعا لعيب نادز ملك ولعيب المصر ولعيب أمبي السابق أو الأسبق لعيب كويس جدا فعندهم مجموعة من اللعيبة الكويسة اللي ممكن تساعد في شكل النادي الإسماعيلي عندهم مدير فني كويس فأكيد فرقة الإسماعيلي هتبقى كويسة خلاني نروح للجانب بالآخر بقى تمام الأهلي الأهلي جاي بفوز مستحق طبعا يا بالألف كابتن شريف مشغول بالورق اللي قدوم اللي أروح جدا لا أنت شغلتني بالأسماء الجديدة بتاع إسماعيلي طبع أقول لكم هما عندهم 16 لعيب أسام الحضر وإحمد صديق مش عامد صديق طبعا لعيبنا لعب النادي الأهل اللي يصب ريشال بفور سهال وليد توفيق من F.C. مصف محمد مجد من الزمالك طارق طاها من سموح الباكليفت اللي هو أخذو طبعا لاي كويس علاء عبد العظيم من منصورة سليم عبد الخالق من بيرامتس محمد شامي من الزمالك لسعد الجزيري من تونس محمود الغزال الشرقية مصطفى فارس القناة طارو الدوري الناجيري مش عارف جنسيته ممكن يبقى ناجيري أو غير كده كريستوفر ناجيري كاميروني آسف محمود صلاح من دي كيرنس ومحمود أبو جودة من المقصة وعمر فتحي من بيرامتس بالآن نروح للأهلي الأهلي جاي بفوز مستحق طبعا تونشيب البتسواني زهابا وإيابا لكن عنده الخسائف الأفراد عنده أحمد فتحي خسارة كبيرة جدا عنده حسام عشور خسارة كبيرة جدا طبعا عنده أجاي خسارة كبيرة جدا أنت بتتكلم في ثلاث عناصر عندهم خبرة كبيرة أو في الممبارات الكبيرة وعايز أقول لك برضو احنا متشارك كحوار فني الممبارات الكبيرة ديت بتتخذ على التفاصيل الناس ما بتاخدش بالها لأ ده أنا في مباراة أو آسف في لقطة أو في كورة معينة محدد وممكن تفرم معايا الماتش كورة لو أنت ما استغلتهاش وأنا استغلتها بعدها بثانية أنا ركبت الماتش بلغة كورة وبقى التفوق عندي كبير جدا من اللي بيعمل لك اللقطة ديت ممكن يبقى لعيب خبرة ممكن يبقى لعيب مهاري ممكن يبقى لعيب شخصية والثلاثة اللي أنا ذكرتهم عندهم الحتة دي كلها بص ان هفكرك بحتة زي لعيبة كبيرة بتصنع الفارق أو لعيبة كبيرة زي بتحول أو الفارق كبيرة بتستفيد من أخطاء الفارق التالي الإمكانيات بالفكر بالعقلية المدير الفني اللي قاعد برhe بيتكلم عن اللعبة الحماس اللعبة اللي انت بتتكلم عليها اللي عنده الخبرة عندها خبرة ازاي تتحول خلاص انا حصل وقت مل status انت الفارقة تبقى دون بتيجي وقت مل August لو حتى مش ليك يعني لو حتى وقيك يعني ركلة جزائаничider مع ندي الأهلي النادي الاهلي. متصدد. تحول النادي الاهلي بفرق الخبرات بفرق التعاملات اللي قبل كده المنشاتك كتيرة جداً لعملتها اللعيبة خلاص الظروف قتحات لكن انت تتغير داخل المبرأة اتغير النادي الاهلي او تحول طريقة لعبه وتحول اداء وداخل ما رابطة النادي الزمريك بالظبط. هي دي الحاجة انا هم نتكلم عليها. النهاردة فيه لعيبة كتيرة او لعيبة مؤسرة بشكل كبير جداً. مش موجودة بكرة في مرات الاسماعيل. مباراة كلهم موجودين في النادي ال談ى شوما استحق إنهم موجودين في النادي الاجة. والفرص بتيجي كده بالظبط. يعني تتلعب بزغ يجي كده. يعني انت بتطيعب تتلعب بزغ بفرص حد متعاور أوحد بغي. ف diferت كل الناس كده. ولكن انت في بعض انصائق ولتبقى محتاج اللعيب اللي دايمة الرجلي في المرعب في الماتشات الكبيرة بالزد. يعني دايمة بتحتاج اللعيب اللي هو على طب انه مباراة بشكله اساسي. اللعيب الرجلي في المرعب اللي اللي يخطي البدنية جاهزة اللعاب المواقف كتير وعنده حالة استعواضية في أي مباراة الجيله النهاردة أنا أخفك اللي جاية لأ حاملها صح وعايز أقول لك الحاجة الأسماء الكابتن سايد بيتكلم فيهم من اللعبة اللي بحب أتفرج عليها في المتشات الكبيرة يعني دايما في المتشات الصغيرة ممكن تلاقي ماشي بيلعب لكن في المتشات الكبيرة بيوصل لحالة فنية رائعة جدا حالة فنية علي جدا وانتبعت المؤسسانة اللي فاتت يعني في كل المتشات الكبيرة بتلاقي موجود بتلاقي اللي هو حضور في الملعب وده اللي بيفرم وده اللعب الكبير اللي بيفرم على الأندية كبيرة ويدي شخصية اللعبة كبيرة بيوال بديلة يا جابتن البديلة ان خلاص انت ممكن تغير طريق لعبك يعني نهاردة ممكن النادي اللي علي غير من طريق لعب النادي اللي أنا شايف ان السنة اللي فاتت كان بيلعب بطريق الاستحواز انه هو بيستحوز على الملعب اللي ان دائرك تأتيك انك بتوصل اللي بتهاجم بس بشكل ان انت بتستحوز بتحوز على المهارات اللي موجودة عندك مع البساط مع الاختراقات دي الحاجات اللي كان بيلعب بيها النادي لعب السنة السنة اللي اللعبة مختلف شوية بتعتمد على اللعبة السريعة العجمات السريعة الكرات الطولية ودي برضو ممكن تمثل شوية مشكلة فأداي النادي لعلي لعدم موجود برضو البليميكر أو صنع الألعاب اللي مش موجود مع النادي لك فممكن النهاردة الطريقة تتغير أفضل طريقة ممكن يبقى انت النهاردة عندك اتنين رأسين حربة قوية جدا العيب سريع والعيب صغير عنده مهارات ممكن تستغل الواحد يبقى رقم تسع اللي هو أزاره وممكن ينعب صراحة محسن أو مراهم محسن يبقى ده العيب التاني ولكن أنا بفضل دايما اللعيب يبقى عنده يبقى ده المحطة بالنسبة لك واللعيب التاني يبقى ده مختلف شوية هفك بسيدة أنا إيه اللي بيرياحني نفسي إنما بلاقي اتنين روس حربة إن الأطراف عندي بتشتغل كواس أوي عندي علي معلول بيشتغل كواس أوي بعرضياته وعندي محمد هاني أو باسم علي أو كان فتحي لما كان موجود على طول بنلاقي عدده وعندنا كمان وليد سليمان والناس دي بتعمل محطات برده ووليد فحالها هاي وليد سليمان فحالها هاي خزواته بيقدر يما بيترجم هو وبيبعت الفرديات بتاعته إما بيوصلني كمان لجولous إما بيعمللي مشكلة لفريق الغسب فإما بحتاج اتنين رص حربة زي بلال كده وزي آآ أَزارو زي آآ سلاح محسن زي مروان محسن الناس دي بتادي طمأنينة لبقيتة للفرقة بتاعتنا إن إحنا عندنا محطة هجومية سهل بتخلصن بدر بدر من الأجهاد ده أنا قول لك برضو يعني مش مسألة أسئلة واجبها ده حوار يعني أنت ممكن تقابل تقابل مشكلة لا تستعجل لعبة معينة كرؤية فنية انت بتحاول تعمل استقرار في التشكيل فالاستقرار ده انت بتجيبه من المبارات الافريقية والمبارات المحلية انت بتحاول تلاعب الناس اللي مقايدة افريقيا عشان يعملك استقرار يعني الاهلي عنده مثلا مباراة النهاردة يوم اثنين اغسطس مباراة تانية مع المصري يوم سبعة اغسطس وبعدين هيطلع تمام للمباراة مع النجم اللبناني في النجم اللبناني اللبناني هيلاعبه هنا يوم تلاتاشر وبعدين هيطلع يوم تمنتاشر مع التراج التونسي فانت كمدير فني ممكن يبقى عندك ورقة انت مقتنع تماما ان انت هتفيدك وهتبقى مميزة بالنسبالك بس مش في توقيت ده عشان كده بدايما بقول للناس ما تعملش ضغط يعني المحبين والمشجعين والجماهير بشكل عام يعني شريف كابتل بلال هتشوف اللعب اللي انت عايزه واحد زي ناصر ماهر مثلا امكانياته رائع جدا وممتاز جدا وهايل جدا لكن مش النهاردة ممكن ميبقاش النهاردة ممكن يبقى بعد اسبوعين بعد ثلاثة بعد اربعة بعد خمسة وهو اللي يشيل فرقة وهو اللي يكمل بالفرقة بشكل كويس قوي لكن المدير الفني بتبقى عنده اولويات في بطولة افريقية بيبقى عنده حسابات في بطولة افريقية وفي ناس مقواد افريقيا وعايز يديها بشكل مستمر تجهزات تماما استقرار في التيم استقرار في التشكيل كل ده اللي عرمس مدير الفني حالة اللعيبة برضو يا كبسايد وانت برضو حالة اللعيبة مهمة جدا بالنسبة للمدير الفني انا ممكن النهاردة يبقى عندي لعيب لعيب امكاناته كبيرة جدا لكن حالته دلوقات ما تسمحش ان هو يلعب النهاردة ممكن او حالته في الوقت او حالته في الوقت ما تسمحش انا النهاردة مثلا عندي حسام عشور يتعور ناس فبيقولك ايه طبعا ان ينزل نظر ماهر هما ده جلام الناس اللي بيقلوه مش عايزين يرجعوا تاني شام محمد حقيقة يبقى هو البديل الاوحد هما الناس بيبقى عايزين يشوفوا الاسماء الكبيرة اللي بتلعب في الفرق التانية وبتجيلك يبقى عايزين يشوفوها دايما مؤمن ذاكريا بيعاد دلوقات مؤمن ذاكريا النهاردة راجع ومش في حالته الحقيقة يعني متأخر برضا مش ده مؤمن انما هو هتلاقيه انا بقول عليه دايما سرق الفرح يعني يروح جايب له جولين فالماتش هو بتحركت حركات بتاعته ويعمل الزيادة العددية جوة 18 وعنده الفرديات اللي هو تقدر تخليه هو مؤمن ذاكريا ففيه ناس بترجع اه ناس بتحب تشوفها عايزين بزامجهو كبسات عايزين بسرعة يشوفوهم هو اللاعب كمان يا جماعة على نفسه هو يشتغل يخليه قدام الجهاز الفني قدينه طبعا في منتقى الاهمين انه انت لازم تشتغل بس ما تدلل بالنور اللاعب كمان خليني تحت امر الجهاز الفني بتاعي بس خلينا انتفق مفيش مدير فني مش عايز يكسر مفيش مدير فني شايف ان اللاعب النهاردة في التوقيت ده لو هيكسبه مش هدعم دي مش مبوضة فلان ما بيحبش فلان لا بيحب اللي بيكسبه لازم نعرف كثه واحنا لعبنا كرة ازاي واحنا تلاتة لعبنا كرة ازاي واعتمد علينا ان احنا هننزل للملعب واحنا قدام في الملعب اعتمدنا ازاي نكسب التشيرت الاحمر بتاعنا وزاي نعمل نفسنا اسمها نبعدين طبيعيين هنا بنتكلم عن الكرة وعملين فيها محللين وفكر لا احنا اشتغلنا عن نفسنا كويس او ربنا الجنات موهبة احترمنا انا في حاجة تانية برضو عايز اقولها سبب النسبة للناصر مهر او اللاعيبة اللي جات والجمهور بيأمل او هو عايز يشوفه في الملعب يعني كان المباراة الاخريقية دايما بوا Produ vam هو محتاجه على اب why بعض الاعيب لئ المناتشث الافريقية لعب لعبه تحت ضغط لعب لعب تحت حامل محدد اللاعب اللي كانت موجودة بالنسبة لموع الثلاث الم relationship والعظة اللاعب لغاية النكلة عندها الخبرة اللاعب اللي كسبت النادل على اوقات كثرة جدا جدا فممكن يكون وجهة نظر مدير الفان الشايف ان انا في الوقت ده محتاج اللاعب اللаров cosas للاعب المباراة دي قبل كده. اللعيب ده هو شايف انه ممكن ده اللي يكسب النادي الاهلي في المتشتر ازاي كده. فممكن يكون الاستعانة بلعيب بامكانيات محددة يتأجل لبعد كده. لبعض البطولة الافريقية ابتدي احكم على لعيب خلاص ابتدي اشوف المباراة. خاصة انه بتكلم عن مدير فني ما كانش موجود استنفات في مصر. يعني ما شفش ناصر انا ما شفش الامكانات بتاعته. لكن شاف اللعيبة التانية اللي موجودة بتاعت النادي الاهلي وعصرهم. شاف مؤمن زكري شاف اللعيبة اللي لعبت مع النادي الاهلي واللي عندها خبرات كبيرة. ففي ممكن مدير فني يكون عائد يعتمد على الخبرات اللي موجودة. ممكن اللعيبة دي بالنسبة له تكون هي دي اللي بتدي سيقا للفريق. وهرجع وقول الوقت كده على النفس اللي بدأنا بيه هو اللعيب الشخصية. يعني المباراة الكبيرة اللي زي كده في مثل بلدي بيقول اتقل على الرز لحد ما ما يستوي. يعني المباراة الكبيرة اللي زي كده ما تستعجلش بدري بدري. يعني مش بالضرورة. مش. انا ما همنيش الناس كلها لازم تبع يعني فيه مديرين فنين بيقولوا كده. وانا اختلف معهم. يعني انا شخصيا اختلف مع كده. لازم الناس كلها تحس اننا جاين نكسب الروح الموت يا رجالة الدمرج. لا لا لا. عملية بطل الكلام ده خالص. انت فيه قلب وفيه عقل. فيه قلب في منتهى الحماس لكن فيه عقل في حكومك ان انت ازاي تتصرف مع المواقف. وما تنسوش انسال فاتت مثلا مع الاسماعيلي. الجن الاولاني بتاعنا بتاع عمر السلاي في الديئة 74. الجن التالي في الديئة 82. الدور التاني جن وليد سليمان كان في المواجهات الكبيرة يعني ما تستعجلش الامر. ممكن يمتدي 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 لازم تبقى هادي جدا جدا. بس مش حانس التحرك بتاع السولية هو بيجيب الجو. طبعا. يعني ابو اللي سولية دلوقتي ياه. سولية نموذج. 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 السولية العيب كورة نموذج محترف بمعنى الكلمة. يعني. يعني. نفكره بس. طبعا. هنطلع تقارير ونتكلم بقى بعد ما نرجع من التقارير. م من ممكن يعوض غياب حسام عشور. من ممكن يلعب مكان أجوائي. من ممكن يلعب مكان أحمد فتحي مع كبتنا كابتن شريف عبد المالي. من كابتن رحمة البلاد. المنافسة السنة دي هتبقى شديدة. لأن الدورة في لعبة جات استقطابوا لعبة جديدة. الاستقطاب هيؤدي لأن الكورة تبقى أفضل. التخطيط أفضل. جابوا مدربين. هتبقى الخطط أحسن. والتأثير بتاع كالس العالم مردوده علينا لازم يبقى أفضل. عالدولي عشان نجيب لعبة دولي ينفعنا في المنتخب الوطني. ومسيرة الكورة في مصر. إن شاء الله نحاق المركز الأول وبذكور عالي عن أي منافس معنا. وإن شاء الله نخد الدوري كالعادة. سواء تدور كلا كلا يعني ده بتاع الأهلي. دي سهلة. هنا تموحي في كاس أفريكا. نرجع تاني بتويت أفريكا. نرجع تاني سا في كاس العالم الأندية. المنافسة صعبة. ما ننكرشي. سواء المنافسين. سواء منافسين دعاموا صفوفهم. سواء برامد زمالك. أي فريق تاني. لكن الأهلي ليه طابع خاص وهي روح الفانيلا الحمرة اللي عند لعبته. أيا كان اسمه صغير أو كبير. أنا أتمنى كالعادة يعني أن نحن ناخد الدوري إن شاء الله. وأتمنى يعني نشوف مستوى جديد كمان من الكورة وكورة جديدة شوية عن السنة اللي فاتن. بالرغم أن احنا كسبنا بس عايزين كورة أحسن شوية أمتع شوية من السنة اللي فاتن. المنافسة طبعا قوية في الدوري. بس الأهلي عنده روحه. عنده فرقته. عنده قدارة قوية جدا وقفة وراء. المنافسة السنة ده تبقى قوية عشان نادي برامد. والنادي الأهلي داخل اللي هو هيكسب اللوعي البطولة زي ما احنا متعودين كل سنة. وإن شاء الله الدوري وإفريكا لأهلي إن شاء الله. عودة جمهير. بس يجل حاجة لفضل ترجع تاني. لأن الكورة من غير جمهير معلاش صاميع. تموحي إن الجمهور ياخد مكانه شوية وإن يسمحوا بتدريجية للجمهور بأنه يشارك في المباراة. وإن الاستثمار شوية يزيد في الدوري بحيث أن يكون الموضوع فيه سبونسة أكترين. المنافسة السنة دي طبعاً هتكون كوية جداً جداً. نادي برامد دعم فرقه بصفقات كوية. كوية جداً جداً. وبرضو الأهلي طبعاً ونادي الزاملك هيكون لهم دور كبير قوي في المسابقة. يوصل إلى اللعبة وكمل نادي برامدز اللعبة اللي جاية له. ما عندهمش حتى روح الفانيلا. غير نادي الأهلي وغير نادي الزاملك كيين كبير طبعاً والفتاريخ كبير. المنافسة ستبقى كويسة والله بس الفكرة في نادي زي برامدز جاب لعيبة كتير. ودعم فمشكلة الأهلي والزاملك دلوقتي هيعانه. مش هيكون عنده جودة وكوالية اللعيب زي النادي برامدز. برامدز زي الوقت هيكونش في أي لعيب هيقدر يجيبه. فانا شاف الأهلي والزاملك المدة الجاية. المفروض يعتمدوا عن ناشئين بتوعهم أكتر عشان تبقى منافسة كويسة شوية. فبرامدز زي الوقت هينافس بنسبة كبيرة. بس الأهلي والزاملك هيفضلوا برضو بكيانهم وكوتهم وتاريخهم هم يعني في المنافسة أكتر مهما يكون مين اللي هيطلع. برامدز ملوش تاريخ ونادي حديث ونادي وليد زي ما بيقولوا. فهيبقى منافسة صعبة بس هينافس برضو بس صعبة جدا لو هيخد الدورة. يعني بالرغم من دخول مثلا فرق جديدة مش عارف تعاقده مع مين. لا الدورة أهلاو طبعا إن شاء الله. بس ده بيزود منافسة شوية. بس برضو يعني الاهلي إن شاء الله الدورة أهلاو. كنت شايف الأهلي الأول كان فيه دروب بس الحمد لله شو كلها قدر يتجاوز ودوقتي ما شاء الله بيعلى بيعلى وهياخد إن شاء الله البطولة الجاي بإذن الله. التحضير للمباريات بتواجه بعض الأسئلة في دماغ الجهاز الفني والمدير الفني تحديدا. إزاي يتعامل معها؟ إزاي يحلها؟ تحديدا في المبارات الإسماعيلي فرقة أنت ما شفتهاش فرقة تضم 16 لعيب فرقة بيطلع منها 3-4 لعيبة كانت مميزين. لكن ال16 الجداد أو اللي تم الصفقات أو اللي برام الصفقات معهم بالنسبة للإسماعيلي ما تعرفهاش. مدير فني جديد بعض الأصابات اللي جات لك في آخر المواجهات. شكل نادي الإسماعيلي، الطريقة بتاعة نادي الإسماعيلي، أسئلة بتدور أكيد في الجهاز الفني أو في دماغ الجهاز الفني وتحديدا في المدير الفني. كنتشف قبل ما نطلع ونشوف التقرير بتاعنا ده، كنا منتكلم ومندردش مع بعض. بإحساسنا كلعيب الكرة مدرب عنده بعض الأسئلة في دماغه، عنده بعض الحلول اللازم يوجدها، عنده كمان أحداث بقى بتواجهه أو ظروف أو صعوبات بتواجهها أثناء الماتش. لكن في أحداث أكيد هو أفكر فيها زي 7 شهور زي أحمد فتحي، زي أجاية، أنت من أنصار 4-4-2، كلما أكلمك تقول له 4-4-2. لا أعلى إحنا نتفقنا على نوعية اللعيبة اللي بوجودة في الوقت والظروف اللي احنا بنمر بيها. يبقى عندي تدوير في الملعب، أنت ممكن يحصل لك أي حاجة في الملعب، تليه نفسك بتطلع عباك من وراء وبتحط التدعيم في نصر الملعب لأنك تأخرت في الفوز أو أي حاجة. فيه تدويرات معينة ما بكلمش على الطريقة 4-4-2، أنا بكلم عن الشكل اللي هو بيسمح لك، أنك أنت تفتح حروقاتك وزحفك ناحية المرمى، بتبقى محتاج زيادة عددية داخل منطقة الجزاء، هي دي من أنا من أنصار الحتة، ممكن أنا عشان فرود أو هاء، بحب دايماً أننا كنا بنستقبل عرضيات كابتن منصف عبدو، أنا وكابتن خطيب بالنحة الثانية، أنا برحاها طاير، أي حد بلاقي طاير الشيخ جاي من ورايا مش عارف مين، عايز التدعمات من النوعات اللعيبة اللي هي تقوم، 4-4-2 دي أقرب حاجة أن أنا أبقى تحت المهاجمين، وأقرب حاجة أن أنا أبقى قريب من المدفعين، وعندك نوعات اللعيب اللي إحنا كنا بنكلم خاصة عن عمر السولية النهاردة، يقدر يديك الحالة الدفاعية والحالة الهجومية المسندة، مين بقى جنبه؟ التعويضية. ده جل عمر السولية اللي أنت طلبته، أجيه؟ مشارك فيه؟ أنا عايش في جلسبرينت، سيبك من المهارة، بص المهارة بقى، تحرك بقى كبيرا، الحرك بقى جدا، أنا النهاردة بكرة حضماً، تكملة، تكملة، لا ده ده نيرف اللي تأخرنا في الفوز، ليس أنا بكلمك عنها دلوقتي، أنا النيرف اللي بيخلي العيدة تتحرر، ما بش اللي إحنا كتبناه بتاع التراجف في تونس، اللي التحرر بتاع علي معلول ده خدت بلك لوحده، في إحساس لعب نفسه في الملعب الحاسس، نحن متأخرين، إنهم يزود عنا، ودي شخصية لعيب برضو يعني، شخصية لعيب برضو، شخصية لعيب برضو، وإنت سمحت له برضو بنفس الشكل إنت كجات، فإن أنك تعوده، وتعده بدانين إنه يعمل السبرينتات دي، ويروح رايح جاي عوارك، طب، الجول اللي أنت طلبته ده قبل ما اسمع برضو رأيك في موضوعك، ده من أحلى اللي أنا شفتها، الجول اللي هاتوا بروا مرة تانية كده، أنا غير ما أشوفوا ألك أجايفة ولا مش فاول، الجول ده أوقف، أوقف كده بعد ذلك، أوقف بعد ذلك، الجول ده فيه ثلاثة أربع عناصر يا كابتن بلال، شاركنا برضو أنت في الحوارك يا كابتن بلال، فيه ثلاثة أربع عناصر من كتاب كرة القدم النموذج، واحد ضغط، ضغط، ضغط طبا، ضغط مش فردي، يعني بص أجايفين، أجايفين، أجايفة على الدايرة، بدأ الخطوة تفتح شوية، بدأ يفتح شوية الخطوة، أوكي، ضغط ضغط محترم، كمل، بص عمر السلائي فين، اوقف، اوقف، بص عمر السلائي، داخل الدايرة، عمر السلائي، ومش عايز ياخد عيني، ويحطف مجون، اللي داخل الدايرة، تمام، فكده عدم التخاوض بمكانه، والكرة معاك، تمام، أقرب واحد يضغط، ضغط جماعي، واخد حوالي ستين متر، وهو واثق، انه كرة هتجيله، بصك سيد، لعيبة نادي بصر، كرة عند لعيبة نادي اسماعيلي، في ملعبهم، وخمسة من لعيبة نادي لالي، في نص ملعب لعيبة نادي اسماعيلي، مصبوط، صح، بصر التدعيم بقى كابتن سيد، اللي أقول لك عليه، بص بقى عنده ثلاثة، هي باصل مين فيهم، ادل أحسن مركز فيهم، صح، بصوا، كرة داخل، كرة داخل، لجولة كابتن بلال، 4 4 4 4 4 4 3 بعد عمل البص، انتهت الكرصة الراجل ترجم الهدف طبعا الضغط التحول السريع كمان من الحالة الدفعية للحالة الهجومية وده بص بيبقى في اللعب ستايل الفرق وده اللي نفسي فيها نعمل الفيديوهات دي ونفرجها للعيبة ونشوفوها شوفوا نفسهم كانوا بيعملوا في أداء ومعظمتهم من سنة فاتك كرة برشلونية اللي أنا كنت بقول عليها الباس باس 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 ومفيش ميز باس كان الميز باس قليل فكنا احنا اللي راكبين اي فرقة وكنا بنتحرك في المباراة او سبع تامن دقايق احنا بطاق شوية في الاعداد كنا وبناخد على الملعب انما بعد عشر اتنشر ديه مفيش منافس مفيش حد كان بيتابع يعني بيتنافس معنا في الملعب غير ان احنا بنرهوكو نفسيا انه بيسلم لنا الراية مع اول هدف بنجيل عايز اقول برضو كان في ميزة كبيرة جدا للنادي اللي قال لي السنة الفاتية يعني دايما الفرق الكبيرة فاغلب الحجمات بتاعتها بتعتمد على الباس عكب تسايل انت بتباص من رجل رجل من رجل رجل وبتبتدي خلاص توصل الكرة بتوصل المارمى بتاعك بالشغل الفارد بالمهارات الفردية بتاعت العيبة واللعب الجماعي لكن النادي اللي كمان كان عنده ميزة السنة الفاتية انك كمان الكاونتر اتاكوت بتعمله بشكل جيد جدا وديك اكميزة كبيرة جدا بالنسبة للنادي اللي يعني انت كنت اشتراع من اكلام مجرين يعني في الاندي الكبيرة لان النادي الكبير دايما بيعتمد ان الكلام ما توسط كونين الترجي كانوا كده؟ كونين بتاعتمد ترجي في توصل كانوا كده مزبوط وحتى الهجمة دي برضو التحول السريع الهجمة المرتدة السريع دي خد بالك متبقاش في فرقة كبيرة كتير يعني الفرقة كبيرة دايما بتعتمد على الباس القصير الباس القصير المهارات الفردية بالجماعي السرعة الموجودة ساعدت النادي الاهلي بشكل كبير السنة اللي فاتت ان هو كمان ما ياخدش وقت في الهجمة كبيرة ان هو ما يبطأش ما يعطلش الهجمة اوقات كتيرة جدا في اندية طب عندها مشكلة تعطيل الهجمة ان انا بعطل الهجمة بتاعدي التحضير مش التحضير انا استممت كروفوس مرعب خلاص بابتدي استنى اعمل يعني فريزن كده تمام واستنى اللعيبة عشان تتحرك استنى الباك يطلع بحث اللغة بقت كويسة اوي الكرسات حالي انت عديت او بنا مش انت لك اتغردت وده الجول التاني طيب نرجع بقى في احداثنا بتاعب ده الجول التاني برضو كان عبدالله سعد نرجع الى احداثنا بقى كابت ان شريف وسؤالي مين ممكن يبقى مكان حسام عشور هل شام محمد من وجهة نظرك ممكن اكرم توفيق ولا ممكن يغير طريقة اللعبة خلص ويقول لك اربعة واحد اربعة واحد زي مثل زمالك كان فكره كده مبارح لكن الزمالك ممكن يبقى الفكر كويس لكن التنفيذ كان وحش جدا فضل هو بس كبسايد المدارب الجديد ده انا النهاردة مع كابتن محمد يوسف هم قادرة بالشكل اللي هم عايزينه من مباراة بكرة التعليمات اللي هي هتتبلغ للعيبة بكرة ازاي هندرس فريق زي ناد اسماعيل ده فانا عشان انا اقول لك انا زي ما احنا اتفانا انا نفسي بكرة املى نص الملعب اخليه مش اسماعيل يلعب كرة ضيئة انا مش عايز اسماعيل يلعب كرة ضيئة خالص ولا اديره المساعات دي فلازم اعمل نص الملعب بتاعي على اقل من اربعة اخمس لعيبة موجودين في نص ملعب بتدعيم حتى من الدفاعات عندي يعني احنا كان الراجل الجميل جورديولا دا من يخلي البكرايت بيمسك الانسايد فبيدخله معاه لما كرة تبقى جاية من ناحية اليمين يلاقيه يمسك اهم وعد يخليك معاه يبقى تلاقي عندك خمسة او اربعة موجودين في المنطقة الخطرة عليك وفي نفس الوقت تيجي تستلم الكرة تلاقي توغل وناس بتسحف وناس بتلعب واسقة ان الكرة هتجيل الباكليفت بيطلع عمالول هو بتروح بتحول الكرة وراح لحمد فاتح هو اللي عامل المبغد هلاقي معلول على الراس البداع دا بياخد يستلم اللي ردة فالتحركات اللي احنا بنكلم فيها دي اول ان احنا ان انا عطت فرقة بكرة بديلا لحسام عشور واجاية دي موجودة هنلاقيها بكرة وحنقول ايه انا نفسي نفسا ان هو يلعب اربعة اربعة اتنين هلا ايه هو لعب بالتفكير بتاعي بس بالزي ما انت قلت اربعة واحد اربعة واحد اربعة اتنين تلاتة واحد وانا عارف انه هيلعب كده بكرة حيامل حالة تعوضية بيشام محمد مكان قصام عشور والتلاتة اللي هو هيعود باسلام محارب ووليد سليمان واحمد حمدي انا شايفه واجيه بيعتمدوا عليه ممكن محمد يوسف عنده العلاقة بين احمد حمدي وشافه وتفرج عليه اكتر من المرة اعتقد ان احمد حمدي ده عنصر برضو شبابي النهاردة بكرة ممكن يكون موجود يعني وممكن يعوضني في الحتة دي ومعندهم ثقة فيه برضو هل هو مدنيا دخل هل هو ممكن يبتدي بيها اعطاه من وجهة ناظر يعني من اسلام وشمه نعم اسلام محارب ممكن يكون هو البديل اه بتاع بتاع بكرة في المغرب بتاع بكرة تمام زي ما حضرك بتقول له هو ممكن عايز يكون عايز يمسك نص معلعب وعايز لعيب عندها مهارة وكمام بتقدر تشتغل على الجول بشكل كويس يعني مش هيبقى فيه فارق كبير ما بين اسلام محارب وما بين اجاية ده لعيد برضو بلعب على الجول وليمكانيات كبيرة وبيسدد وبيشوت ودايمن وحكيب بعلم السؤولات بيرا جيدا بكرة اطبع اسلام؟ اسلام وعنده فرصة كبيرة بكرة لان اجاية شكله عيطول يعني هو اربع شورة تري لا وان اتناقلها اه خلصو برا مع تخطف برا بحيط القائمة اسلام محارب بيكرا انت عندك فرصة الذهبية للتخوام الاساسي اطلع كل الكره الان بص انا شايف ان خلال اداء اسلام محارب بكرة ممكن مستر كارثيرون هيسبت الطريقة ويلعب بنفس الطريقة وممكن يغيرها بقى بالاعتماد على صلاح محسن المنافس عنده شاء الله تير يعني عنده منفذ اسمه علي معلول وعلي معلول مش كرة معه بس ده علي معلول 80%-90% من خطورته وكرة مش معه يعني تحركه في العمق الهجومي بيعمله نموذج نموذج من أحسن الناس اللي شفتها يمكن في الفترة الأخيرة في كتير جدا من الدول كمان مش المطال العربية بس بيتحرك عمق هجومي يا كابتن شريف نموذج عنده محمد هاني برضو تمام منفذ عنده مؤمن زكريا منفذ عنده وليد سليمان منفذ عنده حلول كتير لحد ما توصل عنده اسلام محارب زي ما انت قلت لكن ممكن استعين بأكرم توفيق هشام محمد أكرم توفيق يعني ممكن يبقى شبه عمرو السلاء شوية وممكن هشام محمد يقول لك لا أعمل استحواز أكتر كل ده حالة اللعيبة زي ما انت زفرته حالة اللعيبة عنده في التدريب هو القائد هو بقى بسعياتها بسعين زي أقول لك الحاجة على العالم معلول لازم يبقى الفرد اللي بتلعب ناحية الشمال معاه فرد سريعة التفكير وبتفكر في علي يعني لازم اسلام لو لعب بكر يفكر في علي كتير امتى حيستلم من علي وامتى يسلمه وامتى يخرجه وامتى يغطي عليه يعني علي لو طلع بره لازم أنا هشتلاقي اسلام نفسه أو شام محمد بين مين ناحية الشمال لشي ما تبقى الصغر عندي يعني لازم التفكير برضو اللعيبة النهاردة يعجوز يكون بتفرجوا علينا بنبقى بنذاكر المبرامة عن نفسنا كمان ولازم هفكر في زيادة العددية اللي هي حتك تسيب من المباراة لنش عايز دائما ان اخرك يا تسايد مع الفرق ديد اللي هي في اول مباراة في الدورة اول شوت بكرة 2-0 حلك هيبقى عامل ازاي تحية فظيعة حتى الراجل فكره هيبقى 300 من طبعا انا شايف السيناريو دا كبير انا شايف السيناريو دا كبير انا شايف سيناريو دا كبير انا اتفل معاك كده كابتن طبعا الفرق الكبيرة ضغط من اول فرق كمان زينادي اللي قالي الاطراف بتاعتها بتشتغل الباكين بتاعتها بتشتغل الفرق الصغيرة دايما هي اللي بتثبت الباكين عشان يبطل يدفع يعني هتعمل زيادة عددية ازاي كانت التوفيق بتاعزه كمان بيجيله 5-6 كور لو توفق في واحدة او 2 فورها في طايم بيديك الاسبقية في التعامل مع الكورة في الدفاع في التغييرات وحالته جايدة دلوقتي انا ازاره حالة البدنية كمان حلو واتكلمني عنه في الموراة اللي كانت في مصر انه انه كان احتل عيف الملح حالة البدنية بتاعته كمان جايدة اه بتساعد حالة وليد سنمان برده جايدة جايدة اوي الحلو اوي تفضل اه الحالة شفت اغياء عمله ازاي اه انت بتكلم على الافرق لكن ده في الانتاج الحربي مصبوط ده الانتاج الحربي السنة اللي فاتت اه اه ده من اللجوان الحلو جدا ده هو جنن حسام السنة اللي فاتت ان اطراف النادي الاهلي دي من الحاجات المميزة او الحاجات اللي كانت مميزة في النادي الاهلي انك بتشتغل الاثنين الباكين التارف لما يشتغلوا عندك ويعملوا التكملة احمد فاتح بعض الوقت كان بيسجل اهداف وهو بلعبك رايت تمام دي حاجة تحسب للانديها تحسب للعيبة اللي موجودة عندك الامكانات بتاعته بلازم تستغلها فعشو بقى عندي اثنين لعيبة امكانياتهم المهارية او الهجومية عالية وخليهم بس ساكت اللي يدفعوا ففكرني بتجون التعامل وان تو مع عبدالله السعيد وده الفتح وفاتح حد اه طبعا في الرجاء من الجوال الحلو اول بتفكرني انت بحاجات اه جول كان حلو اول احمد فاتح وقاقيه عنده واحدة بليسجن كده اللي هي الحتة انت بتكلم عنها معلول وامبي وامبي وكده بليسجن في البي امبي طبعا سامير عباشة نايم فمش هيجيب لان جول بتاع امبي ده جول التاني في حاجات علامات كانت انسان اللي فاتت بتعمل اللي هي الانسيرت جول 18 الرغبة لا وانت كمان دايما كفرقة كبيرة لازم عندك حاجتين حل فردي وحل جماعي حل الجماعي بيتمثل في دايما الخطوط قريبة من بعض جدا الدنيا كلها ظهرة لبعض الدنيا كلها بتغطي على بعض الحركات بسهل الدنيا كلها الضغط الجماعي الجمل الجماعية واحد اثنين تلاتة يحل الجماعية انتزام دفاعي انتزام هجومي انتشار حل فردي بقى حل فردي هي اللي ركبة الجيم شوية فيقدر ياخد فاول في منطقة تطلع بفرقتك وتقف كويس وتاخد لك عشرين تلاتين ثانية كده تغير الشكل خلص كابتا الشريف بص كابتا انا هقولك على حاجة كل ده تحت ما ظلت وتحت فكر الحالة البدنية بتاعتي انا لو فتك الفتنس جهزيت العيب سامير ليك خمسة وتلاتين جنيه بص بقى الكرة ايه الجمال ده كابتا اه يعني ربنا ايش فيه ربنا ايش فيه طبعا لايش فيه لعيب ممتع وشوف السقة وشوف الحب انا ده اللي انا بتكلم عليه خلي مكان اه خلي مكان اجائي علي معلول السقة اللي بين عبدالله وان انا هتدي لك يا اسلام يا محارب بكرا انت بما تتعامل مع علي معلول ادي له السقة دي ان انت مش هتطلعها الهوى ولو طلعتوا على الهوى وعدلتوا ودهاحت تانية وتقطعت ارجع بسرعة عوضوا هو عشان ما يبروش حالة ارهاق نفسي طيب اللي انا بس عايز اقولها لك الحتة ان انت كل التمانيات اللي احنا نفسينا في الفرقة كلها بقى بتيجي في الحالة البدنية حالة البدنية لو الفرقة الفتك الفتنس بتاعهم هتنفذ هينفذ ومعندوش ارهاق نفسي طبعا اللي بتروح بيقدر يعوضها وبيقدر يجيبها وبيقدر يكمل على المدينة حتى لو اقدر الله بيخش فيهم جول الفرقة الوحيدة اللي في مصر بتقدر تعوض ما فاتها هي النجب طيب في بلال نغمة يعني انا مش من هواتها اقولك ايه احنا كزا فلازم نبقى عندنا ننزل نكسب الفرقة دي تلات اربعة ونكسب الفرقة ما اشعف ايه ونكسب الكلام ده ما بتطبقش على اسمينة بتكلم حتى في الامور العادية تمام يعني نكسب تلات اربعة اله الكلام ده برضو عايز اقول بطل فكور صح يعني انت فرقة اسمك كبير واسمك عظيم واسمك رائع واسمك ومكانتك وتاريخه وكل حاجة لكن عندك واجبات دفاعية وعندك التزام دفاعي وعندك التزام تكتيك وعندك سمعان كلام لمدربك وعندك 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 لازم ده تشوفه وكورة كمان اتغيرتها يا كتسادي يعني النهاردة المعظم المدربين ببخلاص من كتر ما هم اريين النادي الاهلي او الانديها الكبيرة كابتن بقداروا يلعاب عليهم بشكل كويس اوي يعني ببخلاص ببخلاص ببخافظ انت مثلا نقطة ده القوة بالنسبة لك فين بتدي يمسكك بشكل كويس بتدي يدافع بشكل كويس وكورة القدم اسهل ما فيها انك تدافع دلوقتي يعني انت تدافع وتحط اللعيبة ويدافعوا بشكل كويس اوي ده اسهل حاجة في كورة القدم اصعب حاجة انك انت تهاجل لان انت اصعب حاجة بالنسبة لك انك تحل التلاصم اللي موجودة بالنسبة لك تخترق الدفاعات اللي موجود يعني النهاردة مثلا بنشوف الفرق على الورق قدامنا مثلا في التشكلات بنشوف 4-2-3-1 أو 4-3-2-1 تيجي تشوف التطبيق العملي داخل المباراة بتطلب 4-5-1 تعريبا يعني بترس لعيبك كتير أو في نص ملعب بتدفع في شكل مكسف بتحط لعيبك كتير جدا في الملعب فهو عندك كسافة عددية عايز انت تخترقها كنادي قال فقصة ان انت تقدر تسجل 3-4 هدف دي بتبع من الصعب جدا حتى على الفرق الكبير كمان الفرق الصغيرة بقى عندها ميزة انك انت النهاردة وانت بتشتري اللعيب او الموديل فان بيفكر في اللعيب بيفكر دايما في اللعيب اللي عنده سرعة عشان يقدر يلاعب الفرق الكبيرة قدام دي رقم واحد خلاص ليه اللي عندك سرعة لان انت خلاص الفرق الكبيرة زي ما بنقول بتعتمد على الأطرافها فدايما الترفين بتوعك ببقى أسهل مناطق تتضرب من عندك عشان كده دايما زي ما انت بتقول انك انت عايز واجب دفاعي واجب دفاعي كويس جدا أو خوي جدا فداق ابناء الفرق الثانية الصغيرة اللي هي بتدافع بس لان وانا بدافع بس ما بزدش مجهود الكبير جدا لكن النهاردة وانا بهاجم النهاردة بتكلم على علم معلول نهاردة بيلعب من 18 لل 18 فداه مجهود بدن كبير جدا اكاد تشتغل عليه طول المباراة يعني عايز تنزل تدافع وتغطي وتعمل التغطية العكسية بالنسبة لك وفي نفس الوقت عايز انك انت برضو في العجمات الليك عايز توصل لل 18 وتعمل الكورسات فالنهاردة ده شغل كبير جدا مطلوب انك تشتغل وكنادي اهلي فخصة ان انت عايز تنزل تسجل تلات اهدافة وجمهوره عايز تسجل يا ريت بس ده بواصل في الوقت الحالي صعب جدا طيب كابت الشريفي يعني احنا في الختام كده في حاجة معي انا عايز تقولها يعني ما سألناش فيها ما تتكلملاش فيها وانت حابب تغضحها دور حاجة انا لكل عايز اغضحه للنزل كابتش الفعز لعب 4-4-2 انا عايز اقوله بس ان شاء الله اللعيبة بتاعتنا تعمل حالة تعويضاية للعيبة كلها يعني انا شاف نهو ده لعيب عندي متأخر شوية في المالة بقى عوض انا لازم بشوف وليد دلوقتي بقى بينضي لغاية تحت ويطلع لفوق يعني دين بكرة ان شاء الله نعدد المباراة بسلام بإذن الله بقى عندنا سراس نقاط وكاعدتي وزي انا بقول ان شاء الله بكرة النتيجة 3-1 وده اللي انا دايما بشوفه في امكانيات لعيب النادي ان يقدر في كل مباراة يحرز لي 3-4 هداف في بيت توفيق من عمد ربنا طيب وجود لك ان شاء الله بلال وأتمنى بس ان شاء الله البداية في الدورة العام بكرة تكون قوية جدا خلاص يعني النادي الاهلي دايما معاودنا ان البداية بتاعته بتبقى قوية جدا بالنسبة لك في دورة عام جديد مدير فن جديد طموح جديد رغبة جديدة عند اللعيبة ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي بكرة يكسب بإذن الله ويقدم كمان مباراة يعني جيدة جدا مباراة دستاذ الفني بتاع حيكون عالي وده اللي تعودنا من النادي الفترة اللي فاتت النادي الاهلي جامل مكسب برا ملعبه مكسب جوا ملعبه الحالة المعنوية عالية فرصة بالنسبة للعيبة اللي هتكون موجودة بكرة برضو الفرص زي ما انت قلت يا سعيد الفرص يعني هي كرة القدم كده بتيجي فرصة بالنسبة لك تثبت نفسك التوفيق ان شاء الله يكون مع العيبة اللي هتكون موجودة بكرة في بداية المباراة لو المباراة مشت يعني زي ما انا متخيل طيب قبل مقول كلمتي اذكركم بنتائج الازواء الاول اللي تلعب منه خمس مباراة لحد دلوقتي الاتحاد والمقاولين يتلعب مبارح او تلعب الماضي مبارح تعادل اليجابي واحد واحد بناهيني وطهر محمد طهر بترجدته الزمالك تعادل السلبي سفر سفر ثلاث مباراة اقيمت النهاردة الدخلية مع وادي دجلة واحد واحد حسين رجب وابراهيم النضاي في وادي دجلة الانتاج الحربي حق الفوز الاول في الدوري المصري 2018-2019 على حساب حرص الحدود محمد رجب ووليام وكان مصطفى جمال التعادل في الدياة الستوستين قبل ما يحرز ووليام في الدياة التسعة وتمانين هدف في الفوز لانتاج الحربي نجوم المستقبل او النجوم في اسمها الجديد تعادل مع طلايا الجيش سفر سفر بكرة في مباراةين الجون مع المصري الساعة اربعة والاهلي والاسماعيلي الساعة تسعة وتختتم او يختتم الاسبوع الاول بلقات مصر المقصة مع اسموحة يوم الجمعة وامبي مع بيروينس يوم الجمعة برضو بعد ما الكبات الكبار كابتشريف عبد بنعم وكابتنا احمد دلال قالوا كلمتهم انا بقول برضو هقول الكلمتي يعني مباراة الاهلي والاسماعيلي هي مباراة قمة ومهمة ورسائل ممكن تتقال في البداية لكن في النهاية هي مباراة في اولى مباراة الدوري العام الفوز حاجة مهمة وجميلة وتمشي بشكل كويس وخصوصا كمان وانتدخل على مباراة البطولة العربية ومباراة البطولة الافريقية لكن في النهاية هي مباراة من ضمن 34 مباراة الفوز حاجة كويسة وحاجة هائلة في بداية المشوار لكن ايا كان هي مباراة من ضمن 34 اسبوع كابتشريف عبد بنعم نورتني شكرا لوجودي معاك النهاردة وأنت كمان نورتنا وكابتن مصر شكرا يا بولبول نتقابل على خير بكرة انشاء الرحمن نكون معاكوا الساعة 7 بإذن الله وتغطية لمباراة القمة ما بين بطل دوري 2017-2018 ووصيف دوري 2017-2018 للأهلي والإسماعيل أولا بن بارك في شركة الصلاة ارتباطها للموسم الفترة جديدة مع النادي الأهلي بن بارك لهم شركة نجحت في مجال استثمار رياضي في السوق المصرية بتبزل مجهود قوي وإحنا شايفينه يبتزل مجهود قوي في السوق الستثمار الرياضي في مصر إن شاء الله بنتمنى لنا كل التوفيق مع النادي الأهلي بإذن الله بنبرك لها طبعا على ارتباطها وطوكا العقد الرسمية النهاردة وبنبرك لنادي الأهلي وأعضاء الجميع العمال نادي الأهلي وجمهوره على أكبر عقد في تاريخ النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله نتمنى تكون أربع مواسم جيدة للطرفين إننا في الأول في الآخر إحنا شركة في الآخر نجحنا من نجاح الشركة ونجاح الشركة اللي نادي الأهلي يحصل على بطولاته نارد نادي الأهلي زي ما تشوفتوا كنتوا معنا من يومين بنكرم 229 بطولة طبعا الحمد لله رب العالمين ربنا اجتماع بالخير إن شاء الله بإذن الله أنا سعدت جدا اللي كان مشرفنا النهاردة يعني فيه يمكن محد الشوخ بالبال والمجهود اللي بتعمل قد إيه للحفاظ على حقوق النادي الأهلي المجهود اللي بيبزل قد إيه وسواء برضو الشركة النهاردة الشركة قبدت من اللحظة الأولى تمسكها بالنادي الأهلي وارتبطها بالنادي الأهلي الحمد لله زي ما تشوفتوا كان فيه توقيع بشكل جيد الحمد لله فيه مجهود حصل في العقد دوت عشان يأخرز يعني 8 جلسات فيها نقاش فيها استفسارات كان فيه جلسات بتعدي 9 ساعات وال10 ساعات كلام ده كله عشان ما ينقلش غلط للرأي العام أو حد يخش في الله الكلام ده كله لصالح النادي الأهلي كان ده كله لصالح الشركة اللي تشغل مع النادي الأهلي ندر أهلي تقوله عن طول الناس كلها عارفة يحترم القانون يحترم اللوايح المنظمة نخرجش عن نص الحمد لله عمرنا ما بنخرج عن نص وأمرنا ما هنخرج عن نص الحمد للرب العالمين هناك قوانين بتلزمنا هناك قوانين واحترام للوقود اللي احنا بنوقعها مع أي طرف مهما كان بنوقع الوقود بنحترم كل الأطراف لأنه برضو ده اللي بيجبر كل الأطراف اللي هي تحترمك فيه هيبقى فيه رضا من أعضاء الجماعية العمومية هيبقى فيه رضا من جمهير النادي الأهلي وفيه إن شاء الله بإذن الله بالتنصيق معهم فيه إن شاء الله مفاجآت هتبقى خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله احنا بس بندعو ربنا سبحانه وتعالى اللي جمهيرنا ترجع تاني المدرجات بالشكل اللي احنا عايزينه وبالشكل المناسب اللي احنا عايزينه في الأول في الآخر الرياضة ما هي إلا صناعة واستثمار واتجارة وبقية النهاردة الصناعة الأساسية في سورة استثمار أسرى الرياضة الرياضة والسياحة في صناعتين مش ممكن النهاردة نتنازل عنهم النهاردة بدون جماهير يبقى إحنا بنقضي على الصناعة دي إحنا زي ما نشافين ناس كلها بتتحرك إحنا عندنا عقد الرهاية النهاردة مدناء إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا بإذن الله ونندي نوقع العقد بتاع البث التلفزيوني يبقى أنت النهاردة وقعت أكبر عجل في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ أفريقيا وفي تاريخ الدول العربية يقول للناس ما تقلقوش في مجلس إدارة برئاسة كابتا محمود الخطيب بيخاف وبيحافظ على حقوق النادي في كافة المجالات في شركة محترمة تعاقدت مع النادي الأهلي وقابدت رغبتها في ذلك وتمسكها ودي من الحاجة اللي سعداننا شخصيا اللي هم فعلا بيبزلوا أقصى جهد لنجاح التعاقد وبيبزلوا أقصى جهد اللي يبقى فيه تعاون مستمر بيننا وبينهم فليه بصراحة ربنا حاجة تطمن جدا 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 بتمنى لهم التوفيق وبتمنى للنادي الأهلي بإذن الله البطولات وإن شاء الله يبقوا الشوم حلوة أنا في أفريقيا بإذن الله ونكسى بأفريقيا ببارك لك وبارك لكل جامحة النادي الأهلي وبارك لأنفسنا بانتهاء من توقيع عقد النادي الأهلي لمدة أربع مواسم قادمة إن شاء الله نتوقع فيها نجاح باهر بإذن الله العقد بيبقى محتوي على كل الحق التجارية للنادي بزي اللعبين كل ما يخص بالأماكن اللي ممكن يستحق فيها الإعلان المباريات كل المواقع الإلكترونية العقد شامل متكامل الشركة الصلاة لما جات مصر وبدأت نشاطها الرياضي بدأت مع النادي الأهلي لأنه نادي كبير جدا ونادي مش هنعرفه حين هو معروف بنفسه بذاته دايما وأبدا لما تشتغل مع الكبار بتكون كبير ودايما وأبدا النادي عنده قدرة على التطور وإحنا كمان معها بإذن الله سبحانه وتعالى شركة الصلاة شركة محترفة إحنا بنحب النادي الأهلي لدينا الرغبة أنه إحنا نستثمر بصورة أكبر ونطور مع بعض وشركاتنا استراتيجية ومش هتنتهي بعد العقد ده عندنا أمل وطموح أنه نستمر إحنا شركة مصرية باستثمار شعودي 100% عندهم رغبة في الإضافة للسوق المصري وإحنا على مسافة سابتة من جميع الأندية المصرية بنشتغل باحترافية وعندنا أمل وطموح أنه نصل للعالمية معكم نحب طبعا نهني النادي الأهلي ونهني شركة الصلاة على هذا الإنجاز وأكد أن العقد أخذ حظهم للدراسة المتأنية العميقة ومعوني كلا الطرفين والعقد في رأي عقد متوازن وفي رأي إن شاء الله يحقق المصرحة لكلا الطرفين بما يرضيهم ويرضي الله يعني بإذن الله الحقيقة يعني كل بنود مهمة اللي صالح الطرفين الالتزامات والحقوق متساوية متوازنة وإحنا بنهني أنفسنا بشركة صلاة ونقول لهم مبروك وإن شاء الله بالتوفيق بإذن الله ودايما للأمام بإذن الله وهي مشاركات المشاركات في المجال المحترمة ونهني أنفسنا بيهم ونتمنى لهم دوام التوفيق هي أخذ وقت طويل جدا ممكن الجالسة كانت بتقعد أكتب من 8 ساعات على سبيل المثال المبارح عدن الغد 11 ونص مساء بس الحمد لله كل العقبات زللنا لأن كانوا الترفين كين على أنهم حضرتك العقد ده يخرج للنور وأنها يعني نتمنى هي مشاركة حضرتك مش يعني بتعتبر شراقة فالاتنين محتاجين أو بيسعوا إلى إنجاح كل طرف بالتالي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر